أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا طبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي اليوم معنا مناظرة بين فريقين فريق الحادي وفريق مسلم طبعا ممثل فريق المسلم هو الأخ تحسين العراقي وممثل فريق الإلحادي الأخ ليث الكوثري خلنا رحب ضيوفنا بالبداية أهلا وسهلا فيك تحسين أهلا وسهلا جانب الأصدقاء المشاهدين والرحب بالأخ ليث أيضا أهلا وسهلا فيك أخي ليث أهلا بكل جمهور الكريم أهلا بالأخ تحسين احنا متشرفين بحضوره وأنا متشرف أنه نكون نتناقش ونتناظر معه الليلة أهلا وسهلا فيكم أصدقائي طبعا أهلا وسهلا فيكم كما أنتم واشهدوا علي سأكونوا منصفا اشهدوا علي سأجدوا الأقلام طيب نبدأ أصدقائي بعشر دقائق بعشر دقائق مثل ما نعرف نحن العنوان المناظرة هي هل الإسلام هو وحي صناع إلهية أو صناع بشرية يعني أنا عذروني للألفاظ أنت تحسين تريد تبدأ أنت الأول أم الأخ ليث يبدأ الأول أخ ليث يبدأ أخ ليث يبدأ لا أنت ضيشنا حبيبي تفضل أشكرا طيب نبدأ العشر دقائق أخي ليث أخي وراء تحسين نعم تفضل أخي تحسين تفضل الصورة واضحة عندك الصوت واضح الصورة واضحة والصوت واضح تفضل شوية الصورة واقفة عندي شوية تقفل الكاميرا وترجع تفتحها صار يعني شوية فريزنج يعني الشاشة توقفت طلع ورجع دخول بشوف بسمه الانتظار خلي انتظر علما يعني ترجع هساني ما اشوفكم بس انتم تشوفوني خلي انتظر علما شايفين شكلك شايفين صورة يعني لو تطلع وترجع تدخل ونبدأ المناظر اصدقائي طبعا بكرة كان مفروض يكون ساعة 8 معنا لأخت شي بس هي اتصلت فيني ولزا ممكن نعملها بكير فأكيد رح نعملها بكير ويعني رح تكون ساعة 4 ونص لتوقيت لندن ورح تكون ساعة 8 في حلقة عن العهدة العمرية مفتوحة لكل الأصدقاء يلا تكونوا معنا اخي تحسين جاهز نعم اسسو روض عندك جام اه تمام تمام طيب يلا تفضل اخي تحسين تفضل حين نعيد الوقت نعم اسمحي اهلا بكم مشاهدين الكم نبدأ الان الفترة المخصصة الي في هذه المناظرة مقدم لكم نفسي تحسين فلاح السلطاني من العراق اه عمر 30 سنة اه متزوج وعندي ثلاثة أطفال وبكاليريوس لغة انجليزية اه بعد اذي بدأ احنا نحن كمسلمين والجان العلم انه هذا الموضوع الحوار موضوع المناظرة انا اختارته اه حتى يكون اه يعني منطلق لتأصل الحوار يعني نبدأ من حقيقة الوحي الاسلامي ثم نتدرج الى ان نصل للمواضيع الاخرى اه نحن كمسلمين نعتقد ان محمد صلى الله عليه وعليه وسلم هو رسول الله بعثه الله سبحانه وتعالى اه بقصة وهداية اه البشرية بصورة عامة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فنحن نعتقد ونؤمن ان رسالة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي ليست رسالة محصورة برقعة جغرافية معينة ولا بقومية معينة ولا بأرق معين بل هي اه رسالة اه لكل البشرية وهذا اعتقادنا منطلاقا من الآية القرآنية لتقول وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ليس للعرب فقط وليس للجزيرة العربية فقط وليس قارة آسيا فقط وانما لكل اه اصناف البشرية ونحن نتدل على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالعديد من الحجج والدلائل والبراهين من اهم الدلائل والبراهين هي القرآن الكريم القرآن الكريم نعتقد انه وحي الله تعالى بلغه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الوحي وهو جبرايل عليه السلام ونعتقد ان القرآن هو هذه الحجة الخالدة الابدية والتي تحدى نبي صلى الله عليه وسلم في وقتها تحدى المشركون وبلغاء وفصحاء وفحول لغة العرب ان يأتوا بمثل هذا القرآن في زمنه فلم يأتوا وعندما حاول البعض تقليد القرآن المجيء بنسخة شبيهة بالقرآن ليقول للناس نحن ايضا نستطيع ان نأتي بقرآن ما حصل في اواخر ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ارتد العرب على رأسهم مسلم الكذاب وقد جاء بآيات حاول ان يأتي بآيات قرآنية ليحاكي بها القرآن وقد نقل المؤرخون المسلمون لنا مثل هذه المحاكات القرآن مثلا على سبيل المثال والعاجنات والطاحنات طحنا والقابزات خبزة والعاجنات عجنا ويا ضفدع كم تنقين بين الماء والطين الى اخر من هذه فجاءت غثة باردة مضحكة فيها قدر من السخرية ولم تحاكي القرآن بل هي قلت القرآن في سبكه وفي صبه للغة ولكن ابتعدت عن القرآن في سمو المعنى وبلاغة الكلام طبعا النفس صلى الله عليه وسلم تحدى العرب في زمنه وكان في زمنه فحولي وجحاجح وغطارفة اللغة فلم يأتوا بآية ولم ينقل لنا التاريخ تاريخ المسلمين أو غيرهم ان احدا من العرب جاء بآية قرآنية قرآن تحدهم قلت بسورة من مثله فلم يأتوا بسورة ولم يأتوا حتى بآية وفي هذا العصر حاول بعض الملحدين ان يقلد القرآن طبعا حينما قلدوا القرآن وجدنا تقليدهم القرآن مشابه جدا لصياغة القرآن ولأسلوب الأسلوب اللغوي للقرآن فهم قلد القرآن واستنسخوه من حيث السبك والتأطير اللغوي ولم يأتوا بشيء جديد ولم يأتوا بكتاب متكامل آمن به ناس أو تابعه ناس هذا القرآن طبعا القرآن انطوى على إعجاز علمي نحن نعتقد الأخوة الملحدون ينكرون هذا نحن نعتقد أن القرآن نطوى على إعجاز علمي وإعجاز بلاغي وإعجاز عددي وإعجاز نفساني وسنتحدث عن هذا الإعجاز بالتفصيل والأدلة والبراهيم في هذه الحلقة أو في الحلقات الأخرى القابلة إن شاء الله البعض قلت عندي وقت جون صافي عن ذا خمس دا تقريبا خمس دا أربعة أربعة كما نعتقد على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجزات الأخرى غير القرآن والتي نقلت بالمصادر الإسلامية طبعا لا أدري هل أن الملحدون يكذبون المصادر الإسلامية أم لا بل وصل إلى حد إلى حد ببعض الملحدين أن ينكر حتى وجود شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشكك في مصادر التاريخ الإسلامي وشكك في مصادر السيرة وقال إن السيرة ألفت بعده بفترة فنحن نقول نحن نحتاج بما ورد ووصل إلينا من معاجز حصلة النبي صلى الله عليه وسلم من كتب المسلمين وليس عندنا من كتب أخرى نقلت أو وثقت تلك الفترة إلا ما كتبه المسلمون ويستحيل أن يتواطع هذا الكم الهائل من الأمة على الكذب والافتراء والاختلاق لا سيما أن أمتنا الإسلامية هي من أكثر الأمم تدقيقاً لنقل الأخبار وتكاد تنفرد أمة الإسلام وينفرد علماء الإسلام بخصيصة ومزية عظيمة وهو علم الرجال فهم فقط الأمة الإسلامية عندها هذا الأسلوب للتدقيق التأريقي إنهم لا ينقلون إلا بأسانيد صحاح جياد حسان ويرفضون أي حديث مهما كانت مهما كان الشأن وعظم الناس والروات في سلسلته إذا وجد في الحديث كذاب أو مفتر أو سيء الحظ أو اختلط في آخر عمره وفدت أو يعني أو خرف لا ينقلون عنه وهذا دليل على شدة تدقيق المسلمين في نقل تاريخ فنحن أريد أن أقول لدينا إضافة إلى معجزة القرآن معاجز أخرى تقدر بالآلاث للنبي صلى الله عليه وسلم نقلها علماء المسلمين وبالأدلة الصحيحة ونعرض عن المعاجز التي نقلت بالأدلة الضعيفة ثالثا من الشواهد على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم هي تحقق نبواته سواء كانت في حياته في بداية بعثته أو في وسط بعثته أو بعد ما ماته والمعجزات تتحقق واحدة تلو الأخرى رابعا شهادة شهادة الصدق وشهادة الآخرين من غير المسلمين بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإنها دين الحق وإنها وإنه رسول من الله وإنها خاتمة وإن هذا الدين هو خاتمة الأديان وإن هذا النبي هو خاتم الأنبياء من هذه الشهادات ما نقله لنا رواة التاريخ الإسلامي ومنها ما نقله ما قاله المستشرقون من المسيحيين والهندوس واليهود ومن ناس حتى غير المسلمين ومن ناس حتى لا لا ليس لهم علاقة بالدين درسوا ومحصوا صورة هذا النبي وشهدوا بفضله وأنا عندي كتاب ولفت ما قالت الأقلام في سيد الأنام ترجمت فيها أجملي وأحلى ما قاله المستشرقون الغير المسلمون في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنه منهم متعصبين جدا لكنه يعترف بالحقيقة أو يقر بالحقيقة لا نقول أنه يعترف أو يقول أو نقول ينصف لا نقول يعترف أو يقر فنحلنا لا نقصر في تيسير مثل صماؤل جرين وجورج بوش انتهى جورج بوش ليس هذا نعم شكرا كتير تحسين وقتك المخصص انتهى أخي ليث أتفضل معك عاشد برحالة تفضل أهلا أعيد ترحيب بالأخ تحسين أنا سعيد أن يكون في تبادل وحوار ومناظرات في هذا المجال وأشجع أي مسلم يشاهدنا أن يعمل بنفس المبادرة عندك ثقنات إذا نول الموضوع الحلقة هو هل إسلام دين الله أم صناعة بشرية هذا ما فهمت وهذا مكتوب ما مكتوب للأحلام أخذت نقاط من كلام أخي تحسين وهو أن محمد نبي لهداية العرب ما هو دليل نبوة محمد هو القرآن سمعت أيضا كلمة رحمة للعالمين وهذا دليل عن الرسالة لكل البشرية أنا عندي أسئلة في هذه النقطة أولا في رسالة لكل البشرية لماذا الإسلام يفرض العربية كلغة إذا كان لكل البشرية فاللغة ليست مهمة لماذا يفرض طقوس عربية إذا كان للعالمين فلا داعية لطقوس عربية من القرن السابع إذا كان للعالمين لماذا كل صور من بيئته لماذا لم يتكلم أصلا على العالمين بالتفصيل هي في الحقيقة لما نذهب المفسرين هم فهموا كلمة العالمين على أنها عالم الإنس وعالم الجن فقط بكل بساطة ليس بالفكر الحضاري الذي لدينا اليوم أن العالمين معناها الأكوان ومعناها كل المجرات أو أمور كهذه لا الفكرة أبسط من هذا هي فقط عالم الجن وعالم الإنس وممكن يبحث الشخص في التفصيل نذهب إلى الدليل الأول وممكن هو الوحيد لأنه النقاط الأخرى بطريقة استحال التواطئ أو تحقق نبوآته أنا كنت حيب يعطيني الأخ تحسين أمثلة على تحقق النبوآت لأنه ما أعطنيش أمثلة وشاهدة الصدق النقطة الأخيرة هذه ممكن كلها نفصلها بسرعة لكن القرآن هو النقطة الأساسية وهي غالبا ما يكون الحج الأخيرة بالنسبة للقرآن يقول لي أنه هو وحي من الله لا أدري ما هو الدليل لأنه إذا الدليل هو أن محمد قال أن القرآن هو وحي من الله فالدليل نبوة محمد هو القرآن وأنا أتفل في حلقة مفرعة يقول أنها حجة خالدة والقرآن بليغ في قصة البلغة هذه أنا عندي أسئلة كثيرة صراحة أولا ننهي بسرعة قصة الروايات الإسلامية وأن لم يأتوا بمثله وأن مسيلة مقالة كذا وكذا وكذا القصة الإسلامية رويت من مسلمين وأشار لها الأخ تحسين في مدخلته في الأخير أن القصة الإسلامية بكل هارو رويت من طرف مسلمين أنا إذا كنت مسلم بطبيعتي بإيماني سأنزع ما هو مذر لديني وأترك أو أضيف ما يحسن ويجمل ديني حتى اليوم في الدعوة الإسلامية يجوز الكذب أو آسف تأليف القصص لتجميل الإسلام وليعطاه صورة تؤلف القلوب إذن إذا كان هذا الحال اليوم فبالتأكيد بالنسبة لي المصادر الإسلامية لا تكون أبدا موثوقة مئة في المئة لما أقرأ أن مسلم الكذاب قال الشعر أو حاكى القرآن بطريقة غبية أنا أظن أنه فيه أكثر احتمال أنه أعطينا هذا الكلام مع اللسانه لأنه إذا كان هذا الكلام من مسلم الكذاب كيف جمع عشرة ألف محارب بكلام تافه كهذا كيف أصلا استطاع أن يقاوم أو يجمع أناس يؤمنون به كنابي لا يدخل العقل وفيه أمور كثيرة من ناحية أنه لم تصلنا أي محاولة ومحاكات من القرآن وأنهم عجزوا لا حتى وإن عملوا هذا الشيء فسيمحى في التاريخ في بداية السيرة سيرة ابن هشام يقول في حدات ابن هشام أنه هو محى ونزع كل ما كان يمكن أن يسيء إلى صورة النبي في السيرة هو يقولها بلسانه ومثله كثير لكن قصة البلاغة أنا صراحة عندي أسئلة كثيرة في قصة البلاغة والبيان في القرآن مثلا استعمال الكلمات الداخيلة أنا لما أكون بليغ لا أحتاج إلى كلمات من لغات أخرى لا أتكلم مع أخي وأقول له أغلق الدور أو أخذ البوك لا أقول له أخذ الكتاب لكن في القرآن عيب بالنسبة لي وهو استعمال الكلمات الداخلة بكم رهيب والأمثلة كثيرة مثلا في سورة عباس لما يقول فاكهة وأبه ما معنى أبه إذا احترت عزيزي تحسين أعرف أن حتى ابن عباس الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن على لسان محمد يقول أنه كل القرآن أعلمه إلا أربعين إلا أربعة لسلين وحنان وأواه والرقيم إيه معناه الرقيم نفس الشيء فيه تضاربات كبيرة بين المفسرين أهذه بلغة كلمة جهنم كلمة عجمية الصراط كلمة عجمية الفردوس كلمة عجمية الصلوت والصروات القيوم الطاغوت عدن هذه كلها والكلمات بالجملة هي كلمات دخيلة حتى بشهادة المفسرين فالقرآن مليان بالكلمات الدخيلة ولما تكون بليغ لا تحتاج للكلمات الدخيلة النقطة الثانية في البلاغة والبيان هو التكرار لما تكون بليغ وبين هو كلام قصير وواضح ويذهب مباشرة إلى المفيد لا أحتاج للتكرار فالتكرار فالتكرار وصراحة ما يجعل قراءة القرآن أمر متعب هو التكرار الرهيب الذي فيه فتقريبا ثلث القرآن هو تكرار تخيل أني أكتب كتاب وأخذ نصف الكتاب وأبيد مرة ثانية في كتاب كامل معنى أنه مئتين صفحة من القرآن لفيستميات صفحة تكرار آخر رسالة من رب العالمين ومخالق الأكوان يكرر فيها نفس الكلام وأبيد أعطي أمثلة لكي لا نقول أنني الدائي مثلا في الأعراف مئتين يقول لي وإما ينزعنك من الشيطان نزغا فاستعد بالله إنه سميع عليم فصلة 41 وإما ينزعنك من الشيطان نزغا فاستعد بالله إنه السميع العليم الفرق الوحيد سميع عليم السميع العليم أكانت ضرورة أن يكرر مرة ثانية أنا غبي أليس لي كتابا ممكن أرجع إليه وأذهب للآيات المختلفة ما فائدة التكرار إذا كنت بليغا هي في الحقيقة لما نذهب بلا قصة القرآن نفهم لماذا في هذا التكرار لأنه هو كان كان مفرقا ولم يكن كتابا حتى اهتم مات النبي فجمع من بعد ممكن أعطي أمثلة بالسريع أخرى مثلا في قصة آدم مثلا في البقرة 35 يقول وَقُلْنَ يَا أَدَمَ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ كُلَا مِنْهُمَا رَغَدَا حَيْتُوشِئْتُمَ إلى آخر الآية ويقول نفس الكلام في الأعراف 19 ويا آدم أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ فَكُلَا حَيْتُوشِئْتُمَا وَلَيْتَقْرَبَ هَذِي الشَّجَرَةِ تَكُونَ مِظَلِمِينَ نفس الكلام تقريبا ما فيه حتى تغيير في الصيغة ونهيك على قصة موسى والعبارات التي تتكرر في كل مرة مثل إن الله غافور ونرحيم الله على كل شيء نقدر إلى آخر المكررة في بعض أحيان أكثر من 20 مرة إذن بالنسبة للتكرار ليس أبدا دليل على بلاغة أو بيان واستعمال الكلمات الدخيلة ليس عبارة عن أي بلاغة أو بيان هنا هيك أيضا عن الأخطاء أو التناقضات الموجودة داخل قواعد القرآن حداته مثلا يقول لي في سورة يونس 22 جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف عاصف على أوقتها بالتأنيث نفس الشيء مع الضمائر نفس الشيء مع أسماء الخطاب في أمثلة كثيرة ممكن أيضا نشير في قضية البيان هو أمر شعري في الحقيقة وهو اللفظ على حساب المعنى لما تكون بليغ يمكنك رغم خاصة إذا ادعيت الألوهية والبلاغة الألوهية يمكنك على الرغم من أن اللفظ يطغى على المعنى أن تؤول المعنى مثلا يقول لك فله الآخرة والأولى في سورة النجم 25 الأولى تأتي قبل الآخرة فهذه ضرورة شعرية وهذه ضرورة للبشر ليس لإله قضية البلاغة فيها كلام كبير لكن فلنذهب حتى في مصادر إسلامية اللي يتحكى بها حبيبي تحسين يقول لي أنه لم يأتوا بمثله أمور كهذه أوكي ما أدرك أنه تخيل معي أنه نفس الآيات اللي عندك مأخوذة من أشعار مثلا المرء القيس يقول يتمنى المرء في الصيف الشتاء حتى إذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكثره ألا تتذكرك شيء هذه الحبيب مثلا تراه يقول أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر من غازل صاد قلبي ونفر ألا تذكرك شيء هذا أيضا كمان تراه يقول إذا زلزلت الأرض وزلزالها وأخرجت الأرض أتقالها في أشعارها أيضا إذا أردت المصادر تجدها في فيض القدير جزء الثاني صفحة 187 وعندنا أمثلة كثيرة بالنسبة لإله العالمين مثلا إله العالمين العبارة في حدثها موجودة في أشعار قديمة أيضا في أشعار أمية بن أبي صلت والكثيرين إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال هذا شعر موجود أيضا إذن إذا قلت لي العرب لا يستطيعون أن يؤتوا بمثله هو القرآن بنفسه أخذ مثله القرآن بنفسه أخذ أشعار من الأشعار الجاهلية عبارة وفكرة وتعبيرا لست البلاغة صراحة متعون فيها كثير من جميع النواحي وأن العرب لم ينكروا أو لم يستنكروا أن القرآن أخي ليث الوقت ونهي في باقي حبيبي ليث شكرا لك طبعا أنا أعطيك أخي تحسين 10 دقاق أخير تفضل نعم أولا نذكر الأخليث أن المصادر التاريخية الإسلامية هي ليست حجة وممكن هؤلاء يلمعون الصورة وممكن أنه يعني أنا أمن بهذا الدين كمؤرخ عصرت هذا الدين وأريد أن ألمع ديني للأجال السابقة فأنا أضفي عليه كل حسن وأزيل عنه كل قبيح وهذا غير طبعا غير وارد في التاريخ الإسلامي والمعروف أن المؤرخون المؤرخين المسلمين ونقلة الحديث يعني عندهم درجة كبيرة من الضبط والتدقيق كما أسلفنا أن الأمة الوحيدة المنفردة في التدقيق في نقولاتهم التاريخية هي الأمة الإسلامية وتحدى أمة أخرى على الأرض تعتمد السند في نقلاتها لا توجد أما ما قاله فبالعكس القرآن الكريم القرآن الكريم يحتوي على آيات عتاب ولوم للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا وتقفي في نفسك كما الله موديه للناس المسلمون المؤرخون المسلمون أيضا ذكروا بعض الأمور مثل النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم مثل أنه النبي صلى الله عليه وسلم نحن كمسلمون نؤمن أنه محصوم في قضية تبليغ الوحي أما في أمور في أمور الدنيا فإنه صلى الله عليه وسلم ممكن أن يصدر منه النسيان وممكن أن يصدر منه بعض الأخطاء الطفيفة التي لا تقدح في المروعة المسلمون ذكروا لم يقولوا أن هذه الأمور لا نذكرها فلنذح لا بل ذكرها وحتى الإسلام انطوى على كثير من آيات العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم هو من ألف القرآن لما لام ولما عاتب نفسه وسأذكر لكم هذه الآيات إن شاء الله في الوقت الآخر المخصص لي لا وقت لي أما ما قاله الأخلي بأن وجود وجود آيات وجود كلمات وجود كلمات دخيلة في القرآن وهذا أعتقد أنه لا ينافي بلاغة القرآن لأن أصلا اللغة العربية هي كما يقول علماء اللغة اشتقت من اللغة العبرية وهي لغة سامية يعني اللغة العربية تشترك مع العرامية وتشترك مع اللغة العبرية بكثير من الخصائص وهناك تلاقح وتناقل في الألفاظ والكلمات وبين هذه اللغات فلا عجب أن تدخل كلمات من العربية على الفارسية وكلمات من الفارسية على العربية وكلمات من الأرامية والسريانية على العربية والعكس صحيح والكلمات هذه التي ذكرها القرآن كانت متداولة في زمن العرب كانت معربة وداخلة في لغة العرب والقرآن هو نزل بلسان العرب لكي يفهمه العرب ويعيه فليس ضرور أو بالإلزام أن ينزل القرآن بلغة بلغة غامضة جدا يعسر فهمها القرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب تحتوي على هذه الألفاظ تحتوي على هذه الألفاظ التي أخذوها من الفرس أو أخذوها من السريان وهذا ما نص عليه ابن دوريت في الجمهرة قال أن هذه الكلمات هي كان العرب يستخدمونها وهناك كثير من المصادر والشواهد لا أريد الاستطرات فيها ولكن ما أقول أنه ليس عيبا ولا تقدحه في بلغة القرآن في بلغة القرآن مع هذه النقاط الأخرى اللي أثارها أخلي سيتي جون لازم تكون مسجلة مفروض ما عن الشعر الموجود الشعر الجاهلي الموجود في القرآن يعني كان قبل القرآن يعني هو قال لك الأخ ليس والقرآن أخذ من العرب وليست العربة يعني القرآن ها الأخ ليس تحدث عن أنه القرآن استنسخ أو اكتبس مقاطع أو أكتبسات من الشعر الجاهلي أو القرآن فيه تكرار وأقول للأخ ليس أن الشعر للقرآن أخذ انفرضنا صحة انفرضنا صحة أن أمر أو القيس قال هذا أو أن الشعر قال هذا وأخذ القرآن منه فالقرآن ممكن ممكن أن يقتبس كلمة أو كلمة أو كلمتين مقطع أو مقطعين ربما هذا لا يشكل يعني عشر من واحد بالمئة أو أقل من العشر يعني لا شيء ربما ما أقطع أو ثلاثة أو أربعة فهذا لا يعني أن القرآن أخذ من أن القرآن ليس هذا دليل لمن يريد أن يقول أن القرآن هو صناعة بشرية وإنما هذا شيء وارد بل العكس أن القرآن هو أثر على اللغة العربية وهذبها وجودها واعتبر الفيصل حتى أنه اعتبر الفيصل والحكم عليها ومعروف أن النحاة المسلمين دائما ما يستشهدون بالقرآن 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 في شرح قواعد اللغة وفي التدليل على قواعد اللغة فليس كل القرآن ولا ربع القرآن ولا ثلث القرآن ولا نصف القرآن هو مقتبس من الشعر الجاهل بل هناك مقطع أو مقطع أو ثلاثة فهذا ليس بدليل قوي يقنع الناس على أن القرآن اقتبسه من غيره أما التكرار فالتكرار بشكل مبسط أجيب أن التكرار هو من هو لعادة التأكيد التكرار كما يقول مثلا عند العرب في الإعادة إفادة فالتكرار هو التجديد على الفكرة مثلا القرآن يكرر أفلا يعقلون أفلا يعلمون أفلا يتدبرون هذه الكلمات ليست بهين هذه الآيات أو هذه المقاطع القرآنية تدلل على معاني سامية وعظيمة فليس أعظم هناك من التدبر وإعمال التدبر في أمر الكون وإعمال العقل واستخدامه في الطرق الصحيحة في التفكر في أمر هذا الكون وأصل هذا الخلق فالقرآن يعيد ويؤكد على عظمة وكبر شأن هذه المفاهيم الكبيرة في الفكر الإنساني لذلك أنه التكرار ليس عيبا وإنما التكرار هو إعادة التأكيد والتشديد على أهمية الموضوع الذي يتكلم عليه القرآن طبعا هو ذكر لك آيات مكررة كما غير الكلمات المكررة يعني ما برفش بتفضع الآيات المكررة يعني مثل ما قلت أنه الآيات المكررة هي أيضا لإعادة نحن لا أحد يجهل أن القرآن قرر مقاطع يعني في هذه السورة ذكرها في سور أخرى وكما قال العرب وكما قال علماء أن هذا هو إعادة التجديد على الفكرة وأصل الفكرة وأهمية وجوهر الفكرة طيب أخي ليس معك عشر دقائق أخرى هو بقي دقيقة واحدة معك أخي هذا يهيبها له يهيبها طيب في دقيقة واحدة كان معك أنت خلصت المداخرة يظنن تدخل بأشياء ثانيا بصراحة القرآن والإسلام وتصحيح عقائد الديانات السابقة يأخذ آية واحدة وما صلبوه لكن شبها لهم يكرر لي قصة موسى أكثر من خمسين مرة يكرر لي عبارات آية تقريبا حرف بحرف لا يتعب نفسه حتى في تغيير السياق عسف عسف المقاطعة وهو تكرار بموضوع مختلف يعني يعني ليست دائما نفس القصة يعيدها 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 لكن مثلا هو ذكر قصة موسى في مواضع ونتف مختلفة من القرآن معاني مختلفة بأخبار مختلفة عسف المقاطعة ماشي مشكلة لكن ممكن تاخد نقاط وتاخدها في مداخل تكون غفظة بسي ميوت عندك الصوت بشان الصوت لا يطلع لو سماحت تفضل في اللقصة تمام مش مشكل أنا لما أقول تكرار في قصة موسى لا أقول أن القصة يأخذها أجزاء فقط مختلفة ويعطيها لبالكامل القصة بكلها مكررة كل القصة مكررة عدة مرات ليست قصص متكاملة أو تعطيني قصة واحدة حكية مرة واحدة والفكرة هو أن لماذا إلى هذا الدين يكرر لي قصة عدة مرات وأنا عندي كتاب ممكن أرجع لي القصة الواحدة إذا كتبها مرة وتصحيح العقائد القديمة يأخذ آية واحدة واحدة فقط آية جعلت فرق بين المسيحيين والمسلمين لمدة 14 قرن غريب أمر غريب يكرر لعبارات يكرر لآيات مثلا قصة آدم لما قلت أنه يكررها أخذت العبارة حرف بحرف كلمة بكلمة ليست تفاصيل أخرى أم دقائق أخرى نفس القصة حرف بحرف في قصة آدم مثلا إذن فكرة التكرار للإفادة وللتأكيد أنا كنت بدي أن أرى تأكيد في الجديد بين قوسين أو في التغيير بالنسبة للديانة القديمة وليس تأكيد في قصص قرآني بالنسبة للكلمات الدخيلة هو يقول لي أن الكلمات كانت معربة وكانت مفهومة وأنا أقول له أن ابن عباس حبل الأمة سمعتني حبيبي تحسين ترجمان القرآن هو من يفهم أفضل القرآن في كل عصر أي زمان يقول أنه لا يعلم كلمات من القرآن الأمر واضح مش ممكن تأتيها كذا بوجه السيم وتقول لي أنه كانت كلمات معربة ومدرجة في العربية لا في الحقيقة لا فيه كلمات كثيرة أنا أقول لك أبا مثلا عمر في حد ذاته لم يفهم أبدا معنى أبا ابن عباس قلت لك لا يعرف ما معنى الرقيم ولا غسلين اذهب إلى المفسرين وسترى اختلافا كبيرا في تفسير هذه الآيات ولو وجدوا فيه اختلافا كثيرا المهم أنا أواصل فقط في النقاط كان فيه كلمة الاقتباس عجبتني هذه الكلمة حبيبي تحسين الاقتباس القرآن اقتبس من الأشعار الجاهلية أنا أقتبس لما أخذ كلام وأقول هذا الكلام من فلان أصدر لفلان لكن لما أخذ هذا الكلام وأنسبه لنفسي وأنا كإلهة فأنا أسرق لا أقتبس فالقرآن سرق الأشعار من أشعار جاهلية وأنا أسألك هل الإله محتاج إلى إمرء القيس حامل لواء النار ليدرج كلامه على لسانه وينسبه لنفسه لجلالة عظمته إذا نسبه قال لي إمرء القيس قال أوكي ممكن أفهمها لكن هو ينسبها لله اقتربت الساعة وانشق القمر هو الله هو الذي يتكلم بنفسه يأخذ نفس كلمات إمرء القيس فاسق الفساق غريب وفيها أمثلة كثيرة إذن ليس اقتباس السرقة يقول لي اللغة السامية وعادي أن يكون فيه كلمات إلى آخره في الكلمات لا علاقة فيها من لغات السامية كاملة الطاغوت مثلا تجدها في الإتقان الصفحة 341 أن الطاغوت في الأصل معناها الكاهن بالحبشة كلمة حبشية فين السريانية وفين اللغات السامية الحبشية ليس لها نفس الأصول مع اللغات السامية وأمثلة كثيرة أنا لا أريد أن أدخل التفاصيل لكن تفسيرك خاص فيتامينات عتاب القرآن لمحمد دليل على أنه لا يعاتب نفسه دليل أن القرآن ليس من عندي محمد صراحة أنا أرى ناس كثير في فيسبوك فتحهم يعاتبون أنفسهم لماذا قمت بذلك ولماذا فعلت ذلك ممكن أنا وعاتب نفسي هل هذا دليل أن هذا الكلام أتى من عند الإله لا ممكن حتى أن محمد في حد ذاته كان مضطرب نفسيا وهذه ممكن نتبيتها بالأحاديث ونتبيت حالته النفسية والجسدية لما كان يأتيه الوحي وفيها تفسير طبيعي لكن سكيزوفرينيا ممكن تكون سبب من الأسباب أن يعاتب نفسي مع نفسي إلى آخر من الأسباب الكثيرة إذن ليس دليل تماما قضية العتاب داخل القرآن لمحمد ليس بدليل أن القرآن وحي من عند الله ولا دليل على نبوة محمد بالنسبة للمصادر الإسلامية تركت لنا بعض القصص أخي تحسين أنا أعطيك نصيحة راقب الزمان حاليا كيف يتكرفوا الشيوخ وكيف يتغيروا ويغيروا مصادر ويقولك هذا الحديث ضعيف حتى وإن كان صحيح وإلى آخره وستجد نفس السياق من قبل الفارق الوحيد هو أنه من قبل لم تكن لدينا كل مصادر بدقيقة هكذا بفضل الانترنت الذي يعمل الكفار في ذلك الوقت كان عليك أن تبحث في المكاتف في الكتب إلى آخر لكن تأجد مشاكل إذن مشكلة أنه فيه ذكر للنسيان أو فيه ذكر لقصة الغرانيق أو هي أمور فلتت فقط ليست أمور جاءتنا بقيبة علماء الإسلام أمور فلتت في مصادر قليلة وستجد أغلب الناس يناقضوها ويقولك لا والحديث ما بطور ومرسل نصل إلى نقطة علم الرجال وانفراد أمة الإسلام بعلم الرجال إلى آخر من هذا الكلام أولا لما الإنسان يقول للإنفراد عليها أن يرى كل الثقافات في العالم ويقول لأنها منفردة أمر صعب لكن فلنفرد جدلا هذا الكلام علم الرجال مبني على ثقة عمياء في أشخاص دائما فيهم طعون وفيهم تجريح لن تجد راوي واحد متفق عليه تماما من طرف كل الأولماء الإسلام ستجد دائما ستة أو سبعة يصدقوه وأربعة يجرحوه أو اثنان يجرحوه إذن بطريقة مفصلة هو علم مفبرك يعطي مصداقية في كلام ليس له مصداقية في الأصل لأنه دائما يبقى كلام بشر يغطئون ويصيبون لآخر هذه الأمور ممكن أعود لنقطة رحمة العالمين لأنه لم نفصل فيها ومش أمر جميل أنه نترك تمر هذه القصة رحمة للعالمين محمد يتزوج صفية يوم يقتل قبيلتها رحمة للعالمين محمد يقتل بن قريضة ومن نبتت له شعرة العانة تقطع رأسه في المجزرة نقول رحمة للعالمين محمد يلعن محمد يشتم رحمة للعالمين وكل هذه أمور موجودة في الكتب الإسلامية وفي القرآن بكثافة كبيرة في قصة أنه القرآن الإسلام الإسلام ليس صناعة بشرية أنا عندي مثال ممكن أن أسريع أعطيه بالنسبة لأفضل دليل على أن الإسلام صناعة بشرية هو كمية الخرافات البشرية المحطة الموجودة داخل القرآن سواء كان في صورة الكهف مع العين الحمئة ووجدها تغرب في عين الحمئة سواء كانت رجوم الشياطين التي تناقد تماما النجوم رجوما للشياطين التي تناقد العلم وإلى آخره لكن قصة الفيل مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لا لم أرى ألم يجعل كيدهم في تطليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ما أقول أولا كتاب بي لا يعطي تفاصيل كثيرة من هم أصحاب الفيل لا أدري أين صحدت الأمر لا أدري لآخر من الأسئلة الكثيرة لكن ما عليه فيه الرواية الإسلامية فيه في المصادر الإسلامية الثانية تفاصيل القصة هذه وتفاصيل غريبة الفيل اسمه محمود متشرفين وفيل يمشي من الحبشة إلى مكة تقريبا ألف كيلو مسار شهر الفيل يحتاج في اليوم يا أخي تحسين يحتاج مئة لتر من الماء مئة لتر هو وحده في اليوم يحتاج أكثر من مئة كيلو ومئة وخمسين كيلو أعشاب كل يوم كيف أنا أصدق قصة تقول لي أنه فيه فيل ذهب من الحبشة إلى مكة ليدمرها وفي صحراء حنقاحلة ما فيها عشب وما فيها ماء غريب والإله الإسلام يدافع عن الكعبة في الفترة في فترة المشركين ويتركها تدمر من بعد في هذه النقاط أنا صراحة قصة الفيل بتفاصيلها في كل دين الإسلامي دليل كبير على الصناعة البشرية في الدين أكمل طب شكرا كثير أخي ليف أنا عارف أن انتهى الوقت أكيد أكيد طبعا معك خمس دقائق يا أخونا تحسين فضل لو سمحت تحسين تسمعني أخي تحسين أظهر أن كلامي لم يكن مهم إذا ما عجبوا كلامك الإخوة في اللايف شات يقولوا لي أن الفيل كان صايم هو الفيل أكيد كان صايم نعم علو بس الفيل صايم يا مرحبا تحسين يا مرحبا تحسين أنا خلعت الهيتفون ومش مشكل واضح صدق طبعا أخي تحسين تفضل معك خمس دقائق ترد على الأخ ليف تفضل الأخ ليف قال ربما لم يعجفوا كلامي لا يا مو مشكلة الهيتفون نحن نمزح نعم نمزح حبيبي أنا عارف أنك تسمعني وشفتك تكتب ولا مشكل ولا يحب تفضل تحسين نعم بالنسبة للأخ ليث يقول أن ابن عباس لا يفهم بعض كلمات القرآن وكيف أن ابن عباس لا يفهم هذه يعني مشكلة عند لي أولا ابن عباس هو يعني ليس عالما وملما باللغة هو صحيح كما يلقى أنه حبر الأمة وأنه ترجمان القرآن ولكن ابن عباس لا يولم بكل شاردة وواردة بالقرآن الكريم يستحيل على الإنسان أن يولم بكل علوم القرآن حتى أنه ورد عن الخليفة عمر بن الخطاب قال لم أحفظ سورة البقرة إلا في 12 عاما فقصر المعرفة الإنسانية وقصر الإحاطة الإنسانية بكل بعلم معين ما هذا لا يدلل على ركاكة هذا العلم أو لا يدلل بمداليل سلبية على هذا العلم أو هذا الموضوع فابن عباس فتته فهم بعض الكلمات وهذا لا يعتبر طعن ومن المفحك أن يعتبر هذا طعن في القرآن الكريم لأن ابن عباس لم يعرف معنى هذه الكلمة أو تلك الكلمة بالنسبة لأنه بعض الأخليث يقول بعض الكلمات مثلا الطاغوت من أصلها حبشي وأن الطاغوت هي متأتية من كلمة طغا طغا يطغو وهي كلمة عربية مصرفة هو استدل بأنه السيوطي قال أنه في الإتقان لا أعلم ما هو مصدر السيوطي وكيف إذا ثبتت صحة وجود هذه الكلمة في كتاب الإتقان للسيوطي أعرف أنه المعروف أن كلمة طاغوت كمثل هو ساقه هي من كلمة طغا يطغو أطغي يعني مصرفة في اللغة العربية ليست كلمة أعجمية لا تصرف وبالنسبة للأخليث يقول أمور فلتت يعني ألا ينتبه المسلمون لهذه الأمور التي فلتت ألا يقولون حينما دونوا وكتبوا مثل هذه الفلتات أنها ستكون مطعنا في دينهم لا حتى القرآن الكريم نفسه ذكر أخطاء للأنبياء عليهم السلام أنفسهم خطأ موسى خطأ داود خطأ آدم حتى لإبراهيم خطأ سليمان فهذا يدلل على أنه الطبيعة البشرية غير متكاملة وغير ولا تصل حد الكمال والسمو الكامل وهذه من مختصات الله سبحانه وتعالى في الحقيقة الأمور التلميه فقط تعريج فقط على على التكرار في القرآن الكريم فقط أرد أنقل كلام لأبو الفرج ابن الجوزي في كتابه زاد المسير وهو من كبار علماء الأمة الجزء الخامس 471 يقول ما الفائدة في تكرار قوله فبأي ألا ربك وتبك الذبان والتقرير بشكل عام قال أن التكرير لتقرير النعم وتأكيد التذكير بها قال ابن قتيبة من مذاهب العرب التكرار للتوكيد والإفهام كما أن من مذاهبهم الاقتصار للتقفيف والإيجاز لأن افتنان المتكلم والخطيب في الفنون أحسن من افتنان المتكلم والخطيب في الفنون أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد وقال إنها من مذاهب العرب والقرآن نزل بلغة العرب هذا ما يقوله ابن قتيبة فهي من لغة العرب وأما أولاً هو ذهب بعيداً إلى أن كيف النبي يقتل وكيف شرائف تكمل على عشر دقائق شان تفض على كل النقاط أوكي أوكي عشر دقائق نطلب من ليث ألا يشعب الموضوع لأن لا يشعب الموضوع مثلاً أنه انتقل إلى قضية بني قريضة وتسميل عيون هؤلاء الذين يا تحسين لأنه طرحت مسألة نبي الرحمة فهو طرح مقابيله لا يشعب أنت اللي طرحت الفكرة فضل أنا لم قلت بشكل قلت هذا باختصار وهو استطيع أن يرد على هذا الكلام في الحلقات المخصصة لهذا لأننا شعبنا الموضوع ستضيع علينا الكراكس نقطة الموضوع بقضية التبي والصفية والأخطب وهؤلاء الذين سمنا بصلاً وعيونهم نشبع هذا الموضوع بحثاً في النقاط المخصصة لهذا الموضوع بالنسبة لصورة الفيل لصورة الفيل كيف يعيش الفيل في الصحراء نعم كيف أولاً الفيل ليس فقط إبره الحبشي من كان يستعمل الفيلة في الحروب بل كانت استعمال الفيلة يقال أنها تخيف الخيول الفيلة تخيف الخيول لذلك فاستقدمها الفرص ضد العرب في العراق وأما بالنسبة كيف يدجن حيوان يعتاش على الحشائش وتطلب كمية هائلة من الحشائش والحشاط فهذا لا أعتقد أنها مشكلة عقلية أو تنافل مشكلة عقلية كبيرة ممكن الآن أن تتجن حيوانات تعيش في أفريقيا تتجنها في أوروبا ممكن حيوانات تعيش في القطب الشمالي تتجنها في منطقة البحر المتوسط فلا أعتقد أن هذه مشكلة ويمكن أنهم يجلبوا الأعلاف ويجلبوا يعني الكميات المناسبة من الماء والكلأ لدوابهم قضية بني قضية الفيل الأخ لا يتناولها من منطلق عقلي قال كيف وردت عليك أنه هذه ليست مشكلة عقلية كبيرة نحن نؤمن بقضية الفيل قلنا قلت في ذات الحلقة نحن ليس لدينا من مصادر عن تلك الحقبة سوى مصادر التاريخ الإسلامي وهذه مشكلة لك ليس يريد أن يصدق أو لا يريد أن يصدق لأن ليس عندنا مصادر إغريقية أو مصادر رومانية توثق هذه الحقبة فهل كان هناك غزوة من ملك حبش ملك أفريقي أراد أن يهدم الكعبة واستعمل فيها لها المصادر الأخرى ذكرت لا فقط المصادر الإسلامية فقط المصادر وأنا أراه أنه من استحالة تواطر جميع الناس أو جميع العرب وجميع المسلمين على كذبها معينة الكذب مفضوح لا يمكن أن يتواطع شخص أو شخصان مجموعة من البشر على شيء يختلقوه ويضفو عليه هالات القداسة والصحة ولكن على أمر على أمة عظيمة بكامل تراثها ورجالها على مرة تاريخ لم نجد أحد شخص معتبر شكك في هذه القصة وهذه حريته يريد أن يصدق أو لا يريد أن يصدق نحن كثير من الأمور في دينة لا نستطيع أن نثبتها في العقل بالعلم أو بالتحلات العلمية مثلا لا نستطيع أن نثبت وجود الملائكة أو نثبت حدوث يوم القيامة أو نثبت بالأدلة العلمية بمعنى الأدلة العلمية التي هو يقصدها فهذه الأمور ترجع لقناعة الإنسان شكرا لك أخي تحسين العشرة خلصوه أخي ليث اتفضل نعم شكرا لك حبيبي نبدأ ممكن من قصة التكرار بسريع مرة أخرى نكرر لكي تتضح الفكرة مشكلتي ليس هو أنه ابن عباس لا يفهم كلمات من القرآن مشكلتي هو أنه تقول لي القرآن كان بين وواضح لكل العرب وهذه الكلمات كانت معربة ودارجة عند العرب أخذ الشخص الذي يترجم لي القرآن تعرف مترجم لا يعرف كلمات ماذا سيترجم والنبي الذي يقول لي هذا الكلام ولا ينطق على الهواء يقول لي ابن عباس ترجمان القرآن إذا أردت أن تفهم القرآن اذهب لابن عباس نبي الإسلام يقول لي هذا القصة ليست قصة أنه ابن عباس ملم بكل علوم القرآن نحن فقط نتكلم على معنى الكلمات وابن عباس يقول لي لم يفهم كلمات معينة هذه هي الفكرة التي تكلمت فيها عن ابن عباس وقضية فهم الكلمات بالنسبة للتكرار قلت مشكلتي ليست في التكرار كتكرار مشكلتي هو أنه هذا آخر رسالة للبشرية والتكرار ليس فقط في قصة واحدة وفي عبارة واحدة أقول لك يا أخي ثلث القرآن تكرار تعرف إيش معناه؟ ثلث القرآن الإله في واحدة لثلاثة من كلامه يكرره إيه هي الفائدة فقط سؤال أنا ننتظر الجواب على هذا السؤال ما هي الفائدة من أنه يكرر لي ثلث كتابه ولا يكرر فقط قصة واحدة وعبارة واحدة للتأكيد لكن بالنسبة لي ليس بيان ليس بلاغة أنك تكرر لهذه الدرجة ثلث كلامك تكرار تخيل القصيدة ثلثها نفس القصيدة من بعدين ليس بلاغة وليس بيانا حتى أنت إذا رأيت هذا الكلام عند شعراء ستقول لي ليس بيين وليس بديغ لكن بما أن القرآن بالنسبة لك هو كلام إلهي ورباني تجد التفسير وتقنع نفسك أنه فيها حكمة وفيها معنى إلى آخر نعود القصة للفيذة هو يقول لي أنه أنا أشغل عقلي فيها وأفكر عقلاني تمام هذا هو العمل هذا هو الهدف لأنه إذا كان كلام رباني وإلهي وهو يطلب مني أفلا تعقلون فأنا أحاول أن أعقل فقط هو نفس القرآن يحثني على أن أبحث على اختلافات أبحث عليها أجد اختلافات كثيرة في التفسير في القراءات في العبارات يقول لي أفلا تعقل أحاول أن أعقل وأجد قصة خورة فيها العيب فيها وممكن المشاهد هو ليكون حكم في هذه القصة تقول لي أنه كان فيها لا في العراق أنا أقول لك في الصحراء في الصحراء القاحلة ما فيها أعشاب وما فيها ماء هذه أول نقطة وأصلا مكة كانت لا في القصة الإسلامية كانت لا تقاوم أصلا ولا يمكن أصلا تقاوم برهتا يقول لي أنه ما عندنا مصادر من غير مصادر إسلامية لا لا في قصة برهتا عندنا مصادر ونحن نعرف أنه مات في 555 تقريبا سنوات قبل ميلاد أصلا محمد كيف فسر هذه الأمور أنا أبحث التاريخ أجد أن برهتا مات أصلا قبل ميلاد النبي والنبي مفروضا أنه مات ولد آسف في عام الفيل غريب القصة بالنسبة لي مكدوبة من الأول وفيها تفسير لماذا هي مكدوبة ولماذا هي من هذا الشكل ولسبيل إنصاف القرآن في حد ذاته لا يحمل القصة هذا التفاصيل هو التراث الإسلامي الذي يحمل القرآن هذا الكلام يحمل أن الفيل اسمه محمود وأن الفيل مشى من كذا إلى كذا وأن عربي تبرز في الكنيسة لا أدري كيف أصلا كانوا في عرب مشركون يذهبون يحجون لكنيسة أبرهتا غريب مشركون يذهبون يحجون لكنيسة ثم أبرهتا يذهب ويذهب لدمر كعبة العرب بفيل في وسط صحراط لما أقول لك أنه يحتاج لـ 100 كيلو من الأعشاب و150 كيلو بالتفصيل و100 لتر من الماء تعرف إيش معناها؟ المسيرة فيها 1000 كيلو كيلو متر بأقصر مسافة ممكنة والمسافة هذه تاخد شهر تقريبا كل يوم يحتاج 100 لتر لتر واحد يوزين كيلو أيضا إذن 100 كيلو من الماء و150 كيلو من كل يوم عشرة أيام فقط عندك ألاف من الكيلوات 30 يوم عندك ألاف الألاف يجب جيش كامل يحمل هذه الأمور ولا ندري كان ممكن صحراء قاحلة ليست أوروبا يقول لي يندجيهم في أوروبا أوروبا فيها المناخ الملائم ونحن نتكلم عن التقنية الحالية نحن في القرن السابع كيف ممكن أن جيش كامل يأخذ لكل هذا التلجين فقط لفيل إيه لازمته؟ كان يريد أن يدمر الكعبة لازم كفيل لا هو لازم كفيل لأن القرآن ذكر كفيل وأنا أؤمن أن هذا الكلام كلام إلهي وأؤمن أن الدين كله دين من عند الله وليس تصنعها بشرية فأحاول أن أفسر قصة الفيل مهنة كان الثمن لي إذن أنا بالنسبة لي قصة الفيل فيها مشاكل عديدة وممكن نفصل فيها أكثر وأكثر بالنسبة للنقاط الخفيفة التي أعطيتها على رحمة العالمين كانت فقط ردة لهذه الكلمة أنت معك حق كل قصة يجب تفصيل فيها لنرى مدى البشاعة وخاصة مدى محاولة أغلب المسلمين أن يفسروا بطريقة إنسانية طريقة عاطفية هذه القصص لكن أنا أطلب من أي مسلم محايد أنه يأخذ هذه القصة كأنها على شخص محايد لأنه إذا كان محمد حق النبي فنبوته ستفرض عليه وليس العكس لا تفرض نبوة محمد قبل أن تقرأ قصته اقرأ قصته ثم تستنتج نبوة ممكن كمان نتكلم على نقاط أخرى فلي ذكرها أخي تحسين هو ذكر لي تحققت نبواته وطلبت أمثلة وأنا في انتظارها صراحة إيه هي النبوات المحمدية اللي تتكلم عليها وتحققت وممكن نفصل فيها ونفصل فيها قال لي شهادات الصدق أيضا من غير المسلمين بدأ يسرد لي بعض الأمثلة لكن الوقت ما سعفوش فيها صراحة أنا أخي تحسين مما وجدته في كذب الشيوخ وكذب الدعاوي وكذب الدعاية الإسلامية لم أعد أفق في أي قصة إسلام إنسان غير مسلم أو شهادة صدق فأغلبها مفبركة لنصرة الدين فأذكرك أن الكذب حلال في الحرب والدعاة يعتبرون أنهم في حرب مع أعداء الإسلام حرب أزلية دائمة إلى يوم القيامة إذن من حقهم أن يكذبوا وكذبوا كثير وفيه دعايات رهيبة وغريبة بدون مصادر وفي بعض الأحيان بكتب كاملة للدعاية بآلات مكانات للدعاية إذن آسف أن إنسان يشك ولا يقبل الكذب ولا يقبل المعلومة هكذا ويشغل عقله صح ممكن يكون عيب ممكن أنه الهدف هو أنه لا نسأل أشياء تبدو لنا تسؤنا ممكن أنه الهدف لا نشغل عقولنا ونأخذ الأمور تصديقا بقلوبنا وعواطفنا لأن نولدنا في هذا الدين لكن بعضنا شغل عقله ووجد أمور خرافية قصة الفيل لما نأخذها بكل تفاصيل الإسلامية لا توجد كلمة أخرى لوصفها ما عدا خرافية كم بقي لي الوقت حبيبيجان؟ في لك ثلاث دقائق ثم أوكي في ثلاث دقائق هذا هو ما أنا حايد أعود لنقاط المهمة بالنسبة لدلالة النبوة أو أن الإسلام صناعة بشرية أنا صراحة لا أرى جديد في القرآن أو في الإسلام أرى خليط من ديانات كثيرة هي ممكن يعتبرها الأخ تحسين صناعة بشرية مثلا هو يقول لي مستحيل أن تتواطأ الأمة على الكذب والكذب مفضوح لكن هو في نفس الوقت يؤمن أن المسيحيين يكذبوا في قصة السلب ولكن المسيحيين أيضا يقولون أنه وإحنا مستحيل يتواطأ كل هذا العدد يقولون نفس الكلام نفس كلام أخي تحسين يقوله بنفس الإثباتات وممكن بمصادر أكثر لأنه عنا بقايا أكثر للقصص المسيحية في المخطوطات ويقول لي لا هم يكذبون حتى وإن مستحيل أن يتواطأوا على الكذب عندي لكن عند الآخرين فيه كذب حتى وإن كانوا عدد هائل وكبير وإلى آخر من الأمور لا قصة هذه الكذب وقصة أن مستحيل البشر يكذبون ويتفقون على الكذب كان فيه ديانات خرافية كثيرة أخي تحسين الديانات الإغريقية مثلا دامت قرون وآمن بها الألاف أو الملايين من الأشخاص لمدة عصور كيف تفسر لي هذا الأمر أنت الآن تعتبر أنه كل كذب وهراء فيه راء هل تؤمن بالزوس؟ هل تؤمن بأثينا؟ لا تؤمن بهم بالنسبة لك كصص خرافية وكذب مكذوب لكن كان فيه عدد كبير من ناس يؤمنهم وثقافات كلها بنية على هذه الإيمانية كيف تفسر هذا إذا كان مستحيل تواطع على الكذب؟ هي الحقيقة الإنسان بطبع عاطفي الإنسان يولد في بيئة معينة تعطيه أفكار مسبقة ينشأ ويكبر عليها ثم يدافع أو يكملها ويصححها ويواصل في ضربها هذه هي الحقيقة القصة ليست كذب مفضوح أو كذب ملايين أو ملايير القصة هو أنه لما تولد مسلم أو تولد بودي فالبودي أو الإسلام هو الحق بالنسبة لك ومهما كان عمر ينافي هذا الدين ستجد له مقبح وتجد له تبسير شكرا لك شكرا لك حبيبي طيب أخي تحسين معك خمس دقائق ويارد تبدأ أنه بالنبوءات لماذا خمسة؟ تفضل عشرة لا خمس دقائق لماذا؟ لأنه صار عص صارنا ساعة تقريبا عالتمام بدنا ناخد نصف ساعة خمس دقائق خمس دقائق النبوءات أنا عندي بحث موجود متكامل عنها بس أريد أنه عرج أتمنى منك أخي جان تعطينا عشر دقائق أتمنى يعني طيب تصدق بالنسبة هو يقول أنا لا أصدق قصة الفيل قصة إبراها وردت في مصادر أخرى لا أدري مصادر غير إسلامية أين هذه المصادر؟ هذه وردت فقط وردت في مصادرنا الإسلامية يعني ممكن أنا ما أعرف يطلعني أنه هل أن المؤرخ هيرودوت روى هذه القصة هيرودوت ماتل بفترة طويلة جدا قبل هذه الفترة هل هناك مؤرخين غريق أو يونانيين العفو غريق أو رومان أو فورس روى هذه القصة ويقول مات إبراها سنة 655 ونبي 555 نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولي 571 ما المشكلة يعني لا نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم عاصر إبراها في الفترة حادثت إرادة إبراها لها من الكعبة هجرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عيقبل عصره آسف حبيبي تحسين فقط نقطة ممكن بالسريح نقطة هنا نعم فكرتي هو أنه محمد ولد عام الفيل تتكرر بهذا الأمر نعم عام الفيل نعم وعام الفيل هو العام الذي مات فيه الضرهة بالكصة الإسلامية قتل في المعركة نعم إذن تتقول لي في نفس الوقت مات من قبل ومات في نفس السنة لا أقصدك مات قبل يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو نعم هو في عام الفيل نبي محمد ولد لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مدركا لتلك الفترة ثانيا إبراهلم يقتل في معركة وإنما احنا كمسلمين أؤمن أنه وكما تعرف أنت أنت أكيد مسلم سابق قتل قتل بالحجارة من سجيل طيران أبابيل تلميه في سجيل وتقول الرواية الإسلامية أنه تساقط أضوان أضوان إلى أن انتهى أمره هكذا أستاذة يعني مو مشكلة ولكن أريد أن أعرج على قضية شهادات تقول أنه المسلمين يجزون الكذب لتلميع الدين لا يوجد في الدين الإسلامي بل أن الكذب من كبار من الموبقات ونفس الله سلم يقول لا يكذب المؤمن وهو مؤمن والكذب من كبائر الذنوب ومن الموبقات فنحن فقط نعم توجد الخدعة الخدعة في الحرب فقط المباغرة العدو أو إيهام العدو أو التموهي على العدو نعم هذه موجودة يقول أنه لا يؤمن بأن هناك أناس دخلوا في دين الإسلام عجيب وكأنك تنكر الشمس في رائعة النهر آلاف الناس يدخلون للإسلام حتى هناك انتشر فيديو جديد أعتقد من يعني أناس كنديون قاموا بهذا دوكومنتري فيلم إسلام إجبار ولا قصر وإنما اقتنعوا بهذه الدعوة ودخلوا بدون أن أحد يجبرهم أو يقصرهم على الإسلام كما تقولون أنتم الفتوحات أقصرت الناس على الإسلام وهذا غير صحيح هؤلاء بغير بغير فتوحات وبغير معارك دخلوا الإسلام فكيف لا تصدق أن ليس هناك وناس دخلوا الإسلام عن اقتنع اليوم عندنا مئات الناس يعني آخر ادخلوا اليوتيوب وشوف مئات الناس يدخلون الإسلام كبار العلماء كبار العلماء سواء كانوا ملحدين أو مسيحيين أو يهود دخلوا الإسلام نشاهد أسماء من كبار العلماء تفضل يعني يوسف مثل يوسف أستس حقيقة مثل يوسف أستس هذا أيضا كان من كبار من كبار الأكاديميين المسيحيين بحر الإسلام عندك قاري ميلر عندك حقيقة أنا عندي كتاب خاص لا يحضرني كل أسماءهم ولكن إن تريدون أزودكم بمئات الأسماء من العلماء الذين دخلوا الإسلام تستغني عني ذاكرة الإنسان قاصرة ادخل على الجوجل واليوتيوب وشوف لمحة سريعة مختطفات سريعة عما قاله الغير المسلمين يقول أنها مفابرة وأن هذا ترجمت والله العظيم ربما أنتم لا تؤمنون بالقسم ولكن قمت بهذا كتابي ما قالت الأقلام في سيد الأنام بحث في المصادر الإنجليزية القديمة التي طبعتها 1908 و1890 وترجمت ما قالوا أعطيك مكتطفات مما قالوا أو كتب منتشرة بيننا اليوم ومعربة ومترجمة هي مثل الكاتب مايكل هارت حيث وضع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم على قائمة أعظم معة إنسان في التاريخ ويقول لقد اخترت محمدا في أول هذه القائمة ولا بد أن يندهش الكثيرون لهذا الاختيار ولهم الحق في ذلك ولكن محمد هو الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي وقال الموضع آخر وكان الرسول محمد على خلاف عيسى رجلا دنيويا فكان زوجا وأبا وكان يعمل في التجارة ويرعى الغنم وكان يحارب ويصاب في الحروب ويمرض ثم مات ولما كان رسول الله مكت كون قوة جبارة فيمكن أن يقال أيضا أنه أعظم زعيم سياسي عرفه التاريخ وثما يقول أن هذا الامتزاج بين الدين والدنيا هو الذي جعلني أؤمن بأن محمد هو أعظم الشخصيات أثرا في تاريخ الإنسانية من كتاب أعظمات تاريخ صفحة 13 18 19 أنتقل لقصة الحضارة وما قال ويلد يورانت وهذا كتاب موجود بإمكانك أن ترجع إلى النسخة الإنجليزية يقول وذا ما حكمنا على أعظم المكان العظيم الأثر في الناس قلنا أن محمد من أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسي أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي للعرب الراكس في دياجير الهمجية وحرارة الجو وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله وقد نجد إنسان غيره حقق كل ما كان يحلم به وقد وصل إلى ما كان يبتغيه عن طريق الدين ولم يكن ذلك لأنه ونفسه كان شديد تمسك بالدين وكفى بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب في أيام إلى سلوك ذلك الطريق الذي سللك فقد لجأ إلى مخاوفهم وآمالهم وخاطبهم على قدر عقولهم وكانت في العرب لما بدأت دعو صحراء جدبات تسكن القبال وقد كبح جماح التعصب والخرافات وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا قويا وصرحا خلقيا قوامه البسالة والعزة واستطاع في جيل واحد من أن ينتصر في ماءة معركة وفي قرن راح ينشئ دولة عظيمة وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف من العالم من كتابه الشيقس الحضارة الجزء الثاني أنتقل إلى ما قاله جارملر أو فلأنه هذا أسلم ربما كلامه غير حجة توليستوي المفكر الروس الكبير يقول عنه صلى الله عليه وسلم ومما لا رأيب فيه إن النبي محمد بن عظام المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة ويكفيه فخرا إنه هدى أمة برمتها لنور الحق وجعلها تجنح للسكينة والسلام وتفضل عيشة السهد ومنعه عن سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية وفتح لها طريق الرقي والمدني وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا إلا شخص أوتي قوة ورجل مثل هذا جدين بالاحترام والإكرام من كتابه حكم النبي محمد صفحة عشرة أنتقل إلى الآخر طيب أظن أظن الوقت المخصص انتهى أخي ممكن المقطع الأخير أخي جان طبعا توماس كارلير في كتاب البطولة الأبطالة قد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء الحصر أن يصغي إلى ما يظن ما يظن إن دين الإسلام كذب وإن محمد خداع مزور ولنا أن نحارب ما يشاء مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة فإن الرسالة أدها ذلك الرسول ما زالت استراج المنير مدة إثناء حشر القرن لحن مائتين مائتين مليون من الناس هذا يتحدث في حصره في قرن تاسع حشر خلقهم الله الذي خلقنا فكان أحد أظن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء كذبة وخدعة أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي إلى أن يقول وعلى ذلك فلسنا نعد محمد هذا رجلا كاذبا متصنع أن يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيته أو يطمح على درجة ملك أو سلطان أو غير ذلك من الحفائر والصغار وما الرسائل التي أداها لا حق صراح وما كلمته إلا صوته صادق من العالم المجهول كلا ما محمد بالكاذب ولا الملفق وإنما هو قطعة من حياة قد تفطن عنها قلب الطبيعة فإذا هي شهاب قد أضاء العالم أجمع ذلك أمر الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذه بتشك أكثر أخي تحسين أخذ 11 دقيقة ورح نعطي للأخ ليث 11 دقيقة وأظن بعدين لازم نفتح السكايب على الأصدقاء تفضل أخي ليث لأنه انتهى وقت المناظر أخي ليث أصور لازم الأخ ليث يأخذ نعم نعم دع ليث يتكلم تفضل أخي ليث شكرا حبيبي أنا سعيدة أنك تتكلم على كل هذه النقاط صراحة أتمنى أن المسلم لسمع الكلام هذا كله يأخذ كلمة كلمة ويذهب يبحث لأن الدعاية الإسلامية صراحة أنا شخصيا لما درست الموضوع ذهلت بكمية الكذب يقول لي لا يوجد كذب في الإسلام ظهر أنك لا تعرف المعاريد والتقية حبيبي تحسين لأنها كذب شرعي لكل بساطة المعاريد أنك يمكن التقية لإنقال النفس من الموت تمام لكن أنا فقد فقط كلمة أنه ما فيه كذب في الإسلام وهو فيه كذب شرعي ليس كذب أنا أقول غير الحقيقة هذا المعاريد عندما مثلا أنا تحسين وأنت ليس وقعنا تحت حكم ظالم حبيبي أنا فاضح تحسين تحسين الكذب فيه ثلاث حالات تكذب على زوجتك تكذب الإصلاح بين الناس تكذب الحرب هذا شيء ثاني هذا حدث آخر المعارض بيختلف المعارض ممكن تكذبهم تنايم وتكذب بكلش أشياء والتقية شيء ثلاثة أنواع على كل إن خلينا نعطي الأخلاف فضل أخلي فضل أخلي شكراً تمام تمام المهم أنا لن أتلف هذه الفكرة هو أنه يوجد كذب شرعي ليس شرعاً أعطاك الحديث الأول هو أنه فيه تلطر الكذب المعارض أنك يمكن أن تعرضك الكلام والتقية هو في حالة الموت أو حتى في حالة حماية الدات حماية الدين وحماية الأملاك هي حماية النفس لكن في كل الحالات يدخل تحت النطاق الكبير لتعريف الكذب وهو القوي بغير الحقيقة أنا لا أقول أن الكذب جيد أو غير جيد أقول فقط أنه موجود أنت تنكر هذا على الإسلام فقط تصحيح لكن بالنسبة للدعاية الإسلامية هو واضح لأي باحث منصف يرى أنه كذب للدفاع ولبناية ولتلميع الإسلام هذه هي الفكرة اللي أنا أقول فيها وأن الدعاية يقولون أن الكذب يجوز وأن تأليف القصص الذي لم يقع موجود أؤكد لك أنا فيه دعاية كثيرة يقولونها على الملأ هذا الكلام إن لم تؤمنني ممكن أعطيك حتى مقطع من بعد لكن الفكرة هو أن الكذب موجود للدفاع عن الإسلام والدعاية الإسلامية وتقريبا كل كلام جل كم الكلام اللي قلته يدخل في هذا السياق أنا ممكن فقط أخذ مثال واحد لأنه لا يمكن أن نأخذ كل الأمثلة ونفصلها ونرى أن لا أصل لها ولا وجود لها في الكلام والترجمة إذا أخذنا المثال الأخير أنا أسأل سؤال لماذا لم يسلم هذا الشخص صراحة إذا أتكلم كل هذا الكلام على النبي محمد وبقي ملحدا أو بقي مسيحيا غريب أنا أراه أكثر كلام مسلم على لسان مسيحي في الترجمة صراحة لكن مش مشكلة كتاب عبادة البطولة الأبطال Worshiping of Heroes and Heroeship بالنسخة الإنجليزية أعطيه تحسين أعطيه تحسين أعطيه فرصة لنسخة أعطيه مش مشكلة ممكن بعدين تعطيني كل ما تريد بالنسبة ليوسف إستس أعطاه هو كأول مثال ممكن فقط نتكلمه بالسريع عنده يقول لي كبار الأكاديميين المسيحيين منك صراحة يوسف إستس رنام في الكنيسة هذا كان عمله أصلا هو يقولها بلسانه في بعض المدخلات ليصحح للناس لم يكن أبدا كبار أكاديميين المسيحيين هذا المسلمون والدعاة الإسلاميين دائما يكبرون وينفخون في من يدخل في الإسلام فقط إذا يوسف إستس كان فقط رنام في الكنيسة ونعم دخل الإسلام لأمور كثيرة وهو الآن مراه كمهرقق لأنه يقول كلام صراحة ينافي دينك وعلى فكرة أو عقيدتك الأصلية هو مثلا أكثر مائل لفكرة خلق القرآن أو أمور كهذه المهم نفس الكلام ينطبق على الأندونسيين لما أعطيت مثال وأنا صراحة لو ذهبت ورأيت الإسلام الإسلام الأندونسيين أو الإسلام الأمريكان ستعتقد تدهش بماذا يسمى إسلام هناك يؤمنون بأنبياء أخر وآخرين أتوا بعد محمد يؤولون الآيات بغير تأويلك إلى آخر هرتقت بكل بساطة هرتقت هذا لا يوجد هذا ربما تتكلم حبيبي تحسين دعني يخلص بعدين إلى كل حق تطويب ليس مشكلة خذوا النقاط حبيبي خذوا النقاط أنا تكلمت على إسلام أف نايشن وأنا أسميها هرتقة قال إن في عقاد إيدهم يؤمنون بأنبياء أخرون آخرون على محمد والأحمدية كمان يؤمنون بأنبياء أقاد إسلام أف نايشن المؤسسة الأمريكية المسلمين المهم الفكرة هو أنه في هذا العالم كله اللي يسمى العالم الإسلامي ممكن نجد طياف كثيرة من الإسلام وممكن نفصل النقاط اللي قلتها واحدة بواحدة الفكرة هو أنه لا تؤمن بمن يريد أن يدافع عن دينه حتى بالكذب يجب علينا التشكيك في أي كلام يقولون لأنه هذا هو الطريقة الصحية للبحث ليس العكس ليس أني أريد ماذا يؤكد لي ويقنعني أن فيه ناس يدخلون الدين وكثيرين مثلا تاخد فقط في فرنسا عدد الناس اللي يدخلوا في الإسلام في السنة هو 3500 شخص الإسلام ينمو بالولادة بالنمو الديمغرافي هذا وأساس نمو الإسلام صراحة ولما نبحث من الدقيق نرى إما تثخيم من البعض وإما تلفيق من الآخرون وما فيش عدد الناس اللي تركت الدين مثلا في أمريكا أكثر من شخص على نصف اللي كانوا يدخلوا في الإسلام يترك الإسلام في أقل من سنة وإلى آخرين من هذه النقاط الفكرة هو أنه أخذ شهادات الصدق كدليل على نبوة محمد أمر يتلف العقل ويتلف الطاقة أولا فيه كذب ثانيا فيه عدد قصير وقليل فيه تناقضات في الأديان وفي الإسلام المعتنق إلى آخرين إذن أنا بالنسبة لي شهادة الصدق لا يمكن أن تكون دليل عن النبوة أو دليل على أن الإسلام دين الله علم الرجال أنا أخذته وجدت فيه ثقوب كثيرة وفيه عيوب من طريقة أنه أنا أؤمن بإنسان أنه لا ينسى أبداً أو أؤمن أنه إنسان مستحيل أن يكذب لأنه قال عليه فلان وفلان وعلان كذب لا لا يكذب لكن في نفس الوقت أجد أن كل راوي مختلف فيه فيه من يجرحه وفيه من يقبله إذن علم لا فيه بعيد تمام البعد عن الدقة بالنسبة لي إذا قال القرآن وهو الموضوع الأساسي الذي بدأنا به والذي قلت لأن القرآن دليل على وحي من عند الله إذن محمد نبي الله وكيف نعرف أن القرآن وحي من عند الله قلنا البلاغة ما فيه بلاغة قلنا أن العرب لم يستطعون أن يؤتوا بمثله طلع أن القرآن هو الذي أخذ من العرب في بعض المقاطح قلنا 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 أمور كثيرة في القرآن وممكن الكلام يتواصل فيه في حلقة قادمة لكن الفكرة هو أنه يكفي أن تطلع شيء واحد غلط من الإسلام لتدميره لأنه هو يدعي الكمال ويدعي الألوهية المصدر للألوهي أنا لا لست مجبرا كباحث موضوعي أن أدرس كل تفاصيل الإسلام حتى وإن كنت أقوم بهذا الأمور ممكن حجرة واحدة فقط قصة واحدة آية واحدة تطلع خرافية وخاطئة أو مناقذة ينهز الدين لأنه يقول على أن هذا الكلام كلام الإله وأن هذا الدين آخر رسالة الإله من المفروض أن يكون كامل وصحيح مئة في المئة ظهر أن الأخ ماذا معنا؟ لا يسأل المهم أنا أنصح أي باحث موضوعي في هذه النقاط قصة الدعاء الإسلامية تحتاج بحث رزين وواضح منك تسمع الشيوغ ماذا يقولون؟ وصدر الكذب البواح قصة أن الإسلام صحيح لأني ولدت عليه ولأن الفطرة تقول لي أنه كذا وكذا أعضل المقاطعة قطع صوت لمدة دقيقة فممكن أنا أوقفت أوقفت الكلام في ذلك الوقت لكن الفكرة هو أنه كنت أنهي المداخلة وأقول أن الإسلام يكفي أن ينهد بحجرة واحدة فقط إذا طلعت خطأ واحد داخل مثلا قصة الفيل كما رويت ليك أو ناخد قصة العين الحمية مش مجبر أني أخذ كل الإسلام أثبت أنه كله خرافة وكله أخطاء إلى آخره يكفي أن حجرة واحدة تقع أنه خطأ واحد يكون ينهز الدين لأنه هو يدعي الكمالية وآخر رسالة للإله وأن هذا الكلام كلام الإله إذا الإله لا يمكن له بتاتا أن يخطئ بالنسبة لأنهي الكلام فقط كنت أتكلم عن الباحث الحيادي في القصة وقلت له أن يتجرد من مشاعره ويبحث بموضوعية وبطريقة أكاديمية في أي مصدر يجده حتى كلام الأخ تحسين لا يأخذه هكذا بلاش يذهب يرى هل آيات موجودة؟ هل المصادر التي أعطيتها صحيحة موجودة أم لا؟ هل التكرار التي تكلمت عليه موجود؟ هل قصة الفيل معلومات عن الفيل صحيحة؟ أم أنا أخرف وأخير؟ تحقق من كل شيء أخي لا تأخذ ولا تصدق كلام أي شخص منا أو منهم مصيرك حياتك وعقيدتك أنت حر بنفسك وحر بفكرك فقط ابحث وشغل عقلك ليث عندك لسه ثلاث دقائق ممكن تكمل أخذ 11 دقيقة تفكرتها أنا لا أدري ما يمكن أن أضيف أنا أنتظر أمثلة النبوات وتحقق النبوات إذا كان ممكن تعطيني واحدة على السريح حبيبي تحسين؟ على الأقل نتكلم في هذه النقطة نبوة واحدة تحقق التحسين نعم الآن ممكن تفضل تحسين أعطونا نبوة واحدة تحققت بشأن لف يعاقب عليها بثلاث دقائق تفضل نبوة تحققت في حياته صلى الله عليه وآله أو بعد حياته؟ بعد حياته خلينا ناخد بعد حياته تفضل خلينا نبدأ في حياته؟ لا لا وحدة بس عطينا وحدة بدنا وحدة بس إنه من ضمن من هذه واحدة من مئات إن النبوة صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمارات الساعة أن يتطاول رعاء الغنمي في البنيان رعاء الشاكي والغنمي في البنيان وهذا قد تحقق وهذا ليس عيباً أو ليس خدشاً من شكراً شكراً خلي خلي عقب عليه ما أخذنا النبوة هاي تفضل أطول ممكن فقط الحديث أو رقمه حبيبي لأنه ممكن لأنه المشكل في هذه النبوات صراحة هو دائماً أنه نأخذ حديث ضعيف كتب من بعد لا لا هذا موجود بخاري في كتاب الوحي كتاب الوحي كتاب الوحي يتكلم عن الوحي لا المتعرفة الحديث موجود وممكن لي أنا أأتيك لك أوكي أوكي مش مشكل مش مشكل ممكن ما عندك شد رقم فقط أنا فقط استغل الفرصة نعم أوكي أنا استغل الفرصة فقط ليعطي فكريتي في هذا المواضيع في مواضيع النبوات أنا عارف أنه موضوع حساس هذا لأنه فيه ناس كثيرين وجدوا مشاكل كثيرة في الإسلام ودائماً يبقوا يقولوا لي لكن فيه نبوات محمد تنبأ بكذا وكذا تحقق إلى آخره فيه تفاصيل هذه الأمور أولاً البحث الحيادي هل الحديث موجود؟ هل هو ضعيف؟ صحيح؟ هل هو مكذوب على هذا النبي؟ أو قاله حقاً؟ في أغلب الأحيان ستجد أن الحديث ملفق أو مكدوب لما ترى أن الحديث قاله في حد ذاته خذه في سياقه وفهم ماذا كان مقصوده لا تحملهم ولا يحملهم أنا أتكلم فقط مع المشاهد أفكاري أعطي أفكاري في بحتي في هذا المواضيع النبوات خذ الحديث حطه في سياقه وفهمه كما كان يفهم الناس بيئة محمد ولا تحملهما لا من يتحمله وسيظهر لك أنه كلام عادي في ذلك السياقه لكن أنا ممكن أعطيك العكس محمد في حد ذاته أعطى نبوات لم تتحقق قال لن تقوم الساعة حتى يكبر فلان كبر ومات فلان ولم تأتي الساعة كان أمام غلام في حديث وكان دائماً يسألوه أنت عارف أن المسلمون كان دائماً يسألوا أيانا الساعة أيانا الساعة واتت إجابات داخل القرآن أنا ليس عند المصدر الآن لكن ممكن أعطيك الحديث لكن أنا أعطي فقط مثال هكذا على السريع لأنه مش نطلب الموضوع مثلاً هذا الحديث إن وجدناه إن فرضنا صحته هكذا يكون أفضل دليل على أنه فيه مشكل في نبوات محمد أصلاً لكن ستجد أخي المسلم أن لما الشيخ يعتبر أن الحديث صحيح سيجد لك تفسير سيعطيك ويقول لك لا الحديث صحيح رغماً عن كل شيء ومعناه ليس القيام الساعة الحقيقي إلى آخره من أجل الأمور ولما ترى هذه الأمور ترى التلفيقات ومحاولة التبرير ستفهم أخيراً طيب شو رأيك نأخذ خمس دقايق بخمس دقايق وبعدين نفتح بسكايد أخ جان أنا وقتي ما موجود حتى في البيت أخذ المكالمات أخذ المكالمات أخذ المكالمات في حياته والمصادر الإسلامية يعني يعني ليس عندي مصادر أخرى والمصادر الإسلامية وبأسانيد حسان وجياد نعم عندما تكلم عن حديث في صحيح البخاري توجد نعم توجد بعض المواصيل توجد بعض الأحاديث الموقوفة في صحيح البخاري يعني أنت بصردك الأول العشر دقايق الأولى لأخذتها من معجزات القرآن أنه في عجازات نفسية أنا بس دي أفهم ما هي العجازات النفسية فضل ممكن آسف أخوتي ممكن فقط على السريح أو نقطة سريعة فضل لأنه قلت على الحديث في نفس الوقت وطلب مني هذا في اللايف شات من أخي محمد نافل هو حديث اللي تكلمت عليه أنا وجدته هو الحديث رواه أنس في صحيح مسلم ويقول أن رجل سأل الرسول متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار فقال الرسول له إن يعيش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة وعيد الحديث في صحيح مسلم النبوة لم تتحق أعيد الحديث؟ لن تقوم الساعة إن يعيش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة دركه الهرم ومات ولم تقوم الساعة ولم تقوم الساعة تماماً ممكن تفكر في الحديث بعدين وتتحقق منه أنا فقط أعطيت للمشاهدين لأنه طلب مني فقط موش موضة طيب بس ممكن يجيني على الأعجاز النفساني لا الأعجاز بالنسبة للسايكولوجي بالقرآن يعني أيضاً أمس قمت ببحث في هذا المجال ولكن شوية الوقت يداهمني أخ جان بس أريد أعرج على شيء يا أخي سؤال واضح بس شو هو الأعجاز النفساني بس دع فم أنا بصراحة هذا سؤال الإعجاز الإعجاز النفساني يعني من ناحية السايكولوجي من ناحية السايكولوجي الإنسان من ناحية المعرفة بأمور الإنسان والخصائص النفسية للإنسان مثلاً ممكن أن أرحل الموضوع إلى بكرة أخ جان ممكن أن أرحل الموضوع إلى بكرة إن شاء الله حديث يعني هو بحث طويل حقيقة قمت به بحث بكر قمت به يوم أمس هو رؤوس أقلام تكرم علينا وعطينا رؤوس أقلام هو متصار متفيني مثل عبد الإمام يعني أنا تعوشتي بقى نعم أنت عملت فيه إيه مثلاً مثلاً حديث كثيرة متعلقة بنفسية الإنسان مثلاً حديث ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة وقد أثبت دراسات علمية على أن منطقة الضمير هي موجودة بالفصل أمام الصدغي من المخ ناصية كاذبة خاطئة كيف لك؟ بصراحة ما عم بفهم يعني هذه آية موجودة إنه تتحدث إنه القرآن يقول إن هذا المكان هو هذه المنطقة الموجودة بالفصل الصدغي من الدماغ هي المسؤولة عن عن هو موجود بها الضمير موجود بها الضمير الذي يتحكم الذي يتحكم بإنثعالات وحركات الإنسان هذا غير من فيض يعني لا لا غير من فيض بصراحة أنت دخلت الأمور بعضها يعني الفصل الصدري موجود فيه الضمير يعني الضمير فيه مكان بالجسم موجود فيه يعني هو أصلاً ما له علاقة باللي ذكرته شو ذكرت الآية أنت إنه ناصية الناصية في لغة العرب إنه مقدمة الرأس الناصية هون نعم هون الناصية هذه هي مقدمة الرأس وحتى عند العرب يعني هذه اللفظة والعبارة معروفة يا معود إذا الناصية هي هيك لماذا لا تقدم على جائسة نوبل تأخذها يا زلميز الضمير موجود هنا هذا اكتشاف علمي ما بعده ما فيه يعني ما فيه هذا ليس اكتشاف العلمي آني وإنما العلماء تعرف إن الموخ فيه مراكز قرار ومراكز تحكم بالإنسان آه والضمير موجود هون الضمير ليس هو يعني هو غدة حتى أقول لك إنه موجود هون وإنما الضمير هو يعني الانفعالات وحركات وعواطف الإنسان يعني تمييزه بين الخير والشار والصالح والطالح هذا هو الضمير يعني طيب شو العلاقة بالناصية خاطئة كاذبة يعني يا أخي القرآن يتحدث عن يتحدث عن المشركين مشركي قريش ويقول يتحدث عن الناصية الناصية ويقول إن هذا الشخص وهذا المشرك كيف سيعامل وكيف سيعاقب يوم القيامة ويتحدث عن الناصية إنه سيصحب من ناصيته ويدخل جهنم طيب شو العلاقة بدي يصحب من ناصيته وشو العلاقة الضمير أنت دخلتنا بالحيطان بصراحة أنا دخلت بالحيط يعني إذا لا أنا ما دخلتك وإنما جان أنت تحاول أن تشعب الموضوع لا يا أخي أنت هو النفساني الوقت المخصص الوقت المخصص للمناظرة هو انتهى الخاص بحد نقاش بين بينك فقط نحن منا مناظرين أنا أسأل أنا يعني بس أنا حب استطلاع حب استطلاع إذا تريد حب استطلاع ممكن أن تراجع ما كتبه المسلمون حول هذه القضية هل أنت هل أنت هل أنت يعني تخبئ العلم إذا عندك لا أخبئ العلم أشرح لك أشرح لك إن إن القرآن قبل ألف وأربعمائة سنة ذكر أن ذكر أن هذا الضمير الذي يتحكم في انفعالات الإنسان وحركاته ورغباته هو منطقة موجودة وبإمكاني أن أرسلك الصورة يعني التشريح بمقدمة الرأس يعني 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 هذا إذا قلت لك مثل يعني قلت لك مثل ضمير الإنسان انتقالت موجود بمقدمة الرأس هذا اللي وصلت له أنا بآخر فهمي يعني نعم هذا ما أقصده حبيبي جان ممكن فضل تعقيد ما عندك فضل لا لا مش تعقيد الأصدقاء ممكن خاصة أخي جانو ينتظروا الاتصالات ممكن تأخذ الاتصالات وهم حابين يتفعلوا معنا طيب أخي جانو ممكن تتصل في أي دقيقة أنا في انتظارك على كله أنا راح أضع عزيز علينا كتير جانو طبعا أكيد 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 جانو ياريت رد على الاتصال أهلا جانو تفضل حبيبي جانو نحن نسمعك تفضل أبي تحياتي حبيبي طبعا تحياتي إلا جانو لضيفك يعني أخ ليو العزيز وأخ تحسين طبعا ضحية على شجاعته والظهور طبعا عندي كتير أسيلة أول شيء ذكر آخر شيء أنه العلم النفس ممكن تعرف لي شو هي علم النفس يعني تعريف أولا أخي أنا لست سيكولوجست مشان الناس اللي بيسمعوكم يعرفوا أنه أولا أنا لا أستطيع أن أجيب عن أولا أنا لست إذا أنا دعني أذكر لك شيء دعني أذكر لك شيء تحسين أنه الشمس بيروح لعين الحمي أخي العزيز يعني أذكر لك شيء عن نفسي أولا أنا لست بالجنة بحالة إنما متعلم بالجنة بمغلطاء أو الشقة القمار نعم فراح يقول لي يعني أنا هلا فقط بسأل بسألوا كشخص هذا ليس مو قال لك هل أشياء شو رح تقول له ثاني بسمح لي بالنسبة للتحدث جانا بجانا خلي الأخ تيسيري يعطب بعدين رجع سأل بالنسبة تعريف علم النفس حقيقة أنا لست لم أدرس علم النفس في حياتي درسنا مقتطفات ولمحات بسيطة في الجامعة ولكن أنا لست متخصصا في علم النفس ولا أعرف يعني أعماق هذا العلم وبالتالي لا استطيع أن أجيبك عن هذه الأسئلة ثانيا أنا لست بعالم وإنما متعلم أنا لست شيخ من شيخ الإسلام ولا داعي من الدعاء الكبار وإنما أنا مسلم أعتز بديني وأفتخر ولدت على هذا الدين وسأموت عليه إن شاء الله هذا اعتقادي وأنت حر بأي زاوية تعاني بالنسبة ل انشقاق القمر إحنا القرآن يحدثنا أن قريش طلبوا من النفس صلى الله عليه وسلم معجزة والقرآن الكريم يذكر لنا إن الله سبحانه وتعالى فلق القمر نصفين لقريش اختربت الساعة شق القمر وقالوا بل هذا السحرون مستمر ورغم ذلك إنهم لم يصدقوا فأنت تريد أن تصدق هذا فأنت حر وإذا لم تريد لا تصدق ليس لدي دليل علمي من العلم أن تقصده أنت حتى أثبته لك لكن هذا نقلا نحن عن المسلمون ثابت عندنا أما علمي وبعض قل لك واحد اللي وجدوا شقوق في القمر فهذا كلها أكاذيب لكن أنا من ناحية نقلية نحن من ناحية الإيمان نحن نؤمن بهذه الأمور تفضل جامد تفضل الوحي ليش ما بينزل يعني قبل سنتين ثلاث سنوات مشان الناس بيعرف ثانيا نسخ الآيات ليش الله هل الطفل مشان ما بيعرف شو بيقولي يعني شو راح يصير أنت بتقول أنه الله بيعرف كل شيء طب ليش بينسخ الآيات يعني أقل شيء سورة الغراني كنت عارف بك أنه أنت ما راح تغير دينك و راح تبقى على دينك سورة الغراني ف ليش تغيرها؟ ليش نسخها؟ أولا هذا ليس موضوع المناظرة ممكن أن نتكلم عن هذه الأمور في مناظرة أخرى لكن هذا جانو شكرا جانو على كل جانو خلوك على اليوتيوب راح تسمع الدرد من الأف تحسين و نشوف الأف تحسين شو بديعون تفضل تحسين بالنسبة الملحدون أو اللادينيون هكذا دائما ينظرون إلى الدين يعني هو مثلا أنه الآيات القرآنية تنزل في هوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح فكما قلت لك أن هناك آيات كثيرة تنوم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتخطئه ومن أقوى هذه الآيات هو تبدي في نفسك ما اللهم أبديه وتقفي في نفسك ما اللهم أبديه وتقفي في نفسك ما اللهم أبديه وتقصر ناس والله وحقا أن تقشاه النقطة هاي جاوزناها بالحلقة أنا أقول له ليس إنما الآيات كانت الآيات كانت تنزل لأسباب تحسين حبيبي هالنقطة هاي جاوزناها وقلنا أنه ممكن أنا كمان ألوم نفسي وكل الناس بتلوم نفسها يعني ما هو شرط أنه يكون إلهي على كلين بس دقيقة خلينا هالنقطة هاي مان فيها كتير لأن الوقت كان من وقتنا السؤالة هو لما الآيات تنسخ هل الله لم يكن يعلم بالغيب حتى يجيب شغله بعدين يرجع ينسخها يعني هل الله ما بيعلم بالغيب حتى يقول كلمة بعدين يتراجع عن كلمته يعني صريحة لعبارات فضل هو ليس تراجع وما ننسك من آية أو ننسها نأتي بخير منها وهذه أو مثلها بطي طيب أو مثلها يعني ليش دي جيب مثلها إذا كانت موجودة أصلا ليش حتى ينسيها يعني أو مثلها مثلا هي حسب الضرورة حسب الضرورة ضرورة الواقع معروف أن الله سبحانه وتعالى نحن يحكم يحكم الكون هذا الكون يمشي على قوانين ثابتة يعني مثلا الشمس تشرق تشرق من تخرج من المشرق هذا قانون ثابت لا يمكن أن يتغير مثلا الأرض قانون ثابت كلام الله ما هو قانون ثابت يعني كلام الله فيه تغيير يعني نعم الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز وهو فعال لما يريد يعني هو يفعل بالنسبة إذا عنده قانون إنه المشكلة ما يهون يا أخي تحسين المشكلة إنه الكتاب هذا مكتوب باللوح المحفوظ يعني هل الله لما كتبه باللوح المحفوظ ونزل بعدين مسحه من اللوح المحفوظ ورجع نزل غيره يعني نعم يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ممكن أن اللوح المحفوظ يتغير إذا في عندك تعقيب ليس على الموضوع هذا بالضبط لما نسخ الآيات ووجوده باللوح المحفوظ أصلا يعني اللوح المحفوظ اللي ما بتغير والله يغير بكلماته تفضل يا حبيبي ممكن للناسك والمنسوخ طويل وعريض ممكن نفكر فقط في الآية الحربية التي تقول والله الآن يعلم أنه كانش استطاعتكم من كم تحربوا بالعدد اللي كان مطلوب في الآية الأولى فيها نسخة طرق تدريجي فيها أمور كثيرة لكن الأفضل في هذا الموضوع أنه دايما نأخذ الآيات والأمثلة لأنه مثلا داخل القرآن بحد ذاته تجد أن الله في نفس الوقت يقول لك أنه لا مبدل لكلماته لكن في نفس الوقت هو يبدل كلماته صراحة هو صح أخي تحسين هو معك حق يفعل فعال لما يريد سامحني على العبارة أنا أقول يسميه الدكتاتور لكن من حقك أن تفعل ما تريد لكن التناقضات لهذه الدرجة غريب لا مبدل لكلماته لكن هو يبدل اللوح المحفوظ مكتوب منذ بداية العهد ونزل في ليلة القدر لكن في نفس الوقت يتغير بتغير الظروف ولا حسب الحاجات محمد فيه أمور كثيرة في الناسخ والمنسوخ تبين مدى بشرية هذا الكتاب ومدى حاجاته للأوضاع والتأقلم مع حالة النفسية المادية السياسية لمحمد ممكن يكون موضوع جميل هذا لكننا يريد نعمله بطريقة أكاديمية نعطى فيه الآيات آية بآية نعطى تفسير أقوى العلماء لا نتقول على هذا الدين نبحث حقا فيه ونرى أن الناسخ والمنسوخ في الحقيقة أفضل دليل على أن القرآن كان يأتي بهوى أو الله الأحرى كان يأتي بهوى محمد شكرا كثير ليس في معنى اتصال من صديق طلب عدم ذكر اسمه هاي صارت مثل مثل طلب عدم ذكر اسمه مصادر طلبة عدم ذكر اسمه فضل أخي فضل ياريت علي صوتك كمان جان تسمعني لا في معنى اتصال تحسين بعدنا خلي خلصي اتصال فضل أخي مصنوع صوتك؟ اه مصنوع صوتك ياريت علي أكتر فضل اتصال فضل اتصال انا عم بتصل لإشكرك وإشكر تحسين وإشكر ليوع على المناسب الحلوى نعم نسمع تفضل معنى جان مصنوع صوتك تحسين خلالك فيه معنى اتصال حبيبي بس دقيقة وعندها شكر خاص للتحسين انه قبل يطلع معنا على هاي المناظرة مع ليو وبلفتلك ناظرك انه لايك حتى عدد المشاهدين يعني 120 واحد القلق عم بيشاهد بذات الوقت وهيدا بعدها اول دليل انه هالنوع من الخوارات هيدا مفيد بتحجعك انه تكمل بهذه الطجات وبشكر بسمالك بس لازم بتذكر دايما انه بكون ضيف على المناظرة وخاصة من الاخو المسلمين انه هيدا ضيف على الغرفة يعني ضيف على بتمنى التاكسي يكون اكتر يعني يطول ميله اكتر على الديوف لانه هاي ضيوفك يا جام وانا بس حبيت شكراك وشت على ايدك واتمنى انه هالنوع من المناظرات بيكون اكثر وكمان نقدر كمان نسمع الصوت النسائي كمان اذا بيكونوا ضمن المناظرات بيكون احسن اكيد اكيد اخي انا انا شجع بصراحة والباب مفتوح لكل اخوتنا المسلمين يناظرونا وحتى اخوتنا المسيحيين يعني ما عنا اي مشكلة اهلا وسهلا ناظرونا وشفتوا يعني انا ما نطقت ولا بيشفع حرفي يعني كنت مسالم او مناصف او وتبر يعني سموها تسموها بس بعد المناظر ما خلصت ممكن اعطي رأيي يعني هذا اللي اعطيت رأيي انا فقط بعد ما خلصت المناظر طبعا انه بتمقلت حذر تاك كان كان الحوار راكي ولكن بتمنى كمان على التاكس يكون ندفي يعني ياخد الضيف بحلمه كلنا بنعرف كمان سمعينا بس بتمنى انه يكون يعني نحترم الضيف اكتر شوي اه انا بتمنى من الاصدقاء يكونوا شوي يعني غير هالمعاملة يعني انا بتمنى شوي مرقة يعني خصوصا بالمناظرات يعني الرجل جاي بكل شجاعة وجاي يقول وجهة النظر المتبنية ونحنا بدنا نقول وجهة نظر فمسألت الشتائم والاستهزاءات هاي بنعيفة كل شيء له وقته يعني انا لا اشجع الشتائم نهائيا ولكن يعني بصراحة الشتائم مخصوص الشتائم الشخصية يعني لا اشجعها نهائيا الاستهزاءات الاستهزاءات زا كانت استهزاءات مقصودة لفكرة معيلة الى وقته وليست الان يعني هلا نحن في مناظرة في يعني في رأي بدنا نسمعه ونجيبه نجاوبه برأي اخر بقناعة اخرى هذا الرجل يفكر بهذه الطريقة ونحن نفكر بطريقة اخرى بدنا نفهم ليش هو بيفكر بهذه الطريقة بدنا نفهمه ليش نحن نفكر بهذه الطريقة اخرى يعني هذا قصدنا بالنهاية بالنهاية يعني المسلمين هن اهالينا انا اهلي كلهم المسلمين يعني ابوي كان شيخ متوفي كان شيخ ويدرس اخوتي كلهم المسلمين اقاربي جيراني كلهم المسلمين فيعني نحن لسنا غريبين على المجتمع وهالمجتمع مو غريب علينا يعني بس بدنا نصل لبعض ليش نحن نختلفين بالتفكير هاي القصة شكرا كثير لك امين حبيب شكرا جان تعقيب على كلامك فضل فضل تحسين انت تقول انا اهل مسلمين واصدقائي لما لا تتصالحون مع اهل المسلمين لان المسلمين يريدون قتلنا لاننا نفكر بطريقة مختلفة ما الذي يضيرك ان يؤمن هذا بالإله الإسلامي ويؤمن ذاك بإله الهندوش وقالك يضيرني ولكن يضيرك يضير المسلمين انه نحن نفكر بالعكس حقيقة انا كمسلم اه اعتقد يعني يعني تقليدي يعني مش كيوت وصلت الى قناعة ان اترك قبل في كنت هذا ليش هيك وهذا ليش هيك وهذا ليش وصلت الى قناعة ان اترك كل انسان طرن بديني المشكلة ما يقنعتك انت يا تحسين المشكلة انا عملت مع ناس هندوسمات يعني نقشى بالهندوسية وأنت لماذا تقدس البقرة اوكي ممكن تقدم ممكن مع النصوص الاسلامية يعني انا اليوم مثلا انا اتزر رجل من حلب اروح على ساحة صعد الله جابري وقول يا شباب انا ملحد لا اؤمن بالله لا تلاقي خمسين الف رصاصة انهالت علي في لحظة وحدة يعني ميمس جان مو انت شوية يعني مع عدم المؤاخذة عذرا يعني استفزازي مثلا هذا يعتبر استفزاز المسلمين استنى شوية استنى شوية انت تعتبر اذا انا رحت على ساحة عامة في مدينتي وقولت انا ملحد هذا استفزاز وانتو المسلمين في كل حارة في اكثر من مأزنة وخمس مرات يوميا يعني الله اكبر وتسمعوا الدنيا كلها هذا ليس استفزاز للناس ليش ما الذي يضيرك تعتبرني اذا انا رحت على ساحة عامة وقلت انا ملحد هذا استفزاز يعني وين العدالة هاي اللي نعم نعم انت عندما تقول انت عندما تجهر بالحادك نعم مثلا في منطقة في مدينة اسلامية تجهر بالحادك عندما تجهر بالحادك ليس فقط تجهر وتسكت لا اسف تقول لي ماذا الحادك هذا يجب ان تتركوه هذا فراظه انت لما تجهر باسلامك هلا تقول للناس انه لازم تأسلموا يا شباب ورح تدخلوا النار اذا ما اسلمتوا وتتوعدهم بعذاب مهيم وتتوعدهم بعذاب أليم بس انا ما اضررت احد استنى شوي وتتوعدهم بالصعبان الأقرع والصعبان الأصلع والصعبان اللي هو شعر والماله شعر يعني اليوم انت اليك حق انك تقول فكرتك على العلن والناس ما له حق اذا لم يكن هذا ازدواجية المعايير مدواجية اذا عيش في مجتمع هندوسي اجي والهندوس اشوفهم انهم يقبلون على دينهم موحد يؤذيهم في دينهم خلينا نسمع خلينا نسمع رأي بقرة وقلهم انتم مجلا احترم نفسي خلينا نسمع رأي الأخ لايف فضل أخي لايف انا اولا اضم صوتي لصوتك واروح بأي مسلم يريد ان يناظر يحاور يتبادل معنا نحن مفتوحون هذا الأمر وما فيه مشكلة النقطة الثانية فقط تفصيلا وتدقيقا لما قلت لانه في نفس الوقت اخذت الوقت لأبحث هي كانت في صورة يومس لا تبديل لكلمات الله وفي صورة النحلم يا واحد وإذا بدلنا آية مكان آية إذا لا تبديل وإذا بدلنا أعملها كما تريد في الموضوع اللي كنت تتكلموا فيه أنا كان عندي تعليق أول لما قال أخي تحسين أنه هو مسلم تقليدي وليس مسلم تيوت لا أدري ما هي عبارة تقليدي لكن المشكلة هو أنه ليس فقط نحن لنا دين ومعتقد مختلف نحن في نظر الإسلام مرتدون هذه الفكرة ليس فقط أنك تحضر الدين تقايم بالدين سب وشاتم ومحمد كياتمك طبعا فقط من حين المرتد حتى وإن لم أقل أن محمد كذا وكذا فقط أرتد عن الدين عندي استتابة ثلاث أيام ثم أقتل بكل بساطة حكم الردة واضح في الإسلام ولا أدري إن كنت أتقبل أم لا لكن كنت مسلم تقليدي إذن حكمي أنا فقط بحجة أني عندي مشاكل مع الدين وأنا عطيتك مشاكل عقلانية لا يسلي حقد ولا يسلي عن أي مشكل مع أنا فقط حبر على ورق هذا بالنسبة لي لا أكثر ولا أقل لكن فقط لأني أشغل عقلي وعندي مشاكل مثلا مع قصة الفيلة وقصة أخرى ولم تقني إجابة الشيوخ فأنا حكمي الموت أمر غريب أنا أراه شخصيا أمر لا إنساني وغير قبل الآخر تماما لأن الحضارة الحالية هو أنك تقبل إنسان مهما كانت معتقداته لأنه إنسان قبل أي شيء ومن حق يؤمن أن الدجاج إله وأن لا إله ومن حق أن يغير معتقداته هذه هي رقي الإنسانية حاليا لكن من حق أي شخص لكن من حق أي شخص تحترم ديني نعم حبيبي فقط أنا أعطيك الفكرة هو أنه يا إله محمد كذا ومحمد كذا والإسلام كذا ولا إله لا إله لا إله لا إله يا حبيبي تحسين لا إله أتفق عليه كل البشر أغلب البشر يوم أعطيك الفرصة تحكين أح أعطيك الفرصة بس ناخد اتصال معنا على الخط أخ أيدي أظن أيدي أخ أو أخ تفضل 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 ياريت علي صوتك سامعني أه سامعك تفضل أنا بس أحييك وأحيي ديوفك وأشكرك على تسلم يا صيد تسلم تفضل كنت عاوز أعلى يعني وفي أربع أربع نقاط سريعة وهسيك ديوفك أعلى وعليهم تفضل نقطة أولانية كنت عاوز أسأل عن قصة عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح وده رجل كان آمن بالرسول بعد صلح الحديدية وكان من كتب ونما نزلت الآية اللي بتكلم عن تكوين الجنين في البطن الجوم اللي هي بيعتبر عن كتير من المسلمين لأنها يعكاز في نهاية الآية كان الرسول بيلقي وبيقول نقاط نقاط إلى آخر فمن انبهار أصدق أبي الصرح النقاط فتبارت الخلقين فرد علي محمد وهكذا تنسلة علي وقال له لأني زي بهي فالراجل ابتدأ يشب شوية في الموضوع ده فبقى لما بيلقى عليه القرآن مثلا يقول السامياء العليم بيكتبها مثلا السامياء الحكيم أو الرحمن العليم مجب المنظر في الموضوعين اكتشف أن بعد شوية مفيش حد بيقود هذا الأمر بتفقط الآية زي ما هي فارتد ورجع لبكة وبعد فتح بكة النقطة التانية اللي عنا بس بشأن الوقت أخي النقطة التانية نقطة التانية وكان ده أخ المسلمين فرداء هو كان من ظن تتقدم محمد طمر بقتلهم ولو تعتقد بسترجع القصة التانية النقطة التانية كان آآ ما قولت آآ عبقائشة ان رب اني رقارة ربك يسارع في آآ في هواك وفي القصة تانية عن السيدة خديجة ان هي نفسها آآ شكت بطف الواحد كان لما محمد تاجع قالت له شكرا 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 بفضل بالنقلة انه عبدالله بن ابي سرح ارتد لمجرد انه يعني توافق كلمة الوحق مع كلمته هذا يعني تعتبره مبرر كاف للردة لأن يترك دينه وآمن به من البداية طيب انت كيف دخلت في دين وترتد عنه لأنك لأنك اعتقدت أن هذا توافق بينك وبين الوحي دليل أنه لا يوجد وحي لا هو يقول عبد الله من الصرح هذا يقول أن رسول الله قال له كلمة وهو أضاف كلمة أخرى وقال هكذا أنزل مبارك الله أحسن الخالقين قال وهو كذلك يعني ما أشوف فد مبرر كافي لأن حدد شكك في القرآن يعني ممكن هذا يحصل بالأخير هو القرآن هو نزل بلغة العرب هو صحيح كلام إلهي لكنه كلام بلغة الناس طيب والمقطة الثانية النقطة الثانية ما سمعته زيني شوي النقطة الثانية هو عم بيقول أنه لما لو نزل عليه الوحي وإجا قال زملوني زملوني وأخذ خديجة قالت له شو بيك الملك نزل علي وحكا له القصة فقالت له برك على فخدي اليمين قال عم بتشوفه قال لا ماني شايفه رفعت عن فخد المهم قالت له قال لا ماني شايفه يعني كان أفخاد هو عم بيقول أفخاد خديجة كانت الإثبات النبوة يعني حتى خديجة ما كانت واثقة فيه ما كانت مصدقته إنه بنبوته فطلبت منه مثل يعني إثبات فقالت له تعبروك بحجري وهالقصصي وعائشة إنه قالت له ما أرى ربك إلا مسارعا بهواك يعني هذه نعم أولا هاي قصدت أنه أبلك على فخدي يعني سامق بالقصيدة حقيقة ما أعرف في أي مصدر يعني ومدى صحة هذا المصدر أنه موجودة في الصحاح أو موجودة في المسانيد أو موجودة في كتب السيرة ولكن بالأخير أنه السيدة خديجة كما ينقل لنا التالي السيدة خديجة رضي الله عنها آمنت بالنب محمد صلى الله عليه وسلم وبشرته بالنبوة وآمنت به إلى آخر لحظة في حياتها والمؤرخين يقولون أنها أنفقت كل شيء في سبيل الدعوة فلو كانت خديجة شكت تخلت عن هذا الدين وعبرت عن هذا وحتى لنبو صلى الله عليه وسلم قال لخديجة في جنة بيت من قصب لا في تعمل على نصب إلى آخر الرواية يعني هاي من مكرومات خديجة ومن فضاء الخديجة وحتى أن خديجة رضي الله كانت من أحبي النساء إليه حتى أن السيدة عائشة كانت تقول له طالما أنت تذكر خديجة ما مضمون كلامها كانت تغار بالنسبة للسيدة عائشة السيدة عائشة أنه كانت شابة وكانت في بداية عمرها وتعرف أنه الشباب تصدر منهم الكلمات وتصدر منهم الهفوات على كل من القصة خديجة هي من ابن إصحاب بدي أخذ رأيك وتعقيبك أخي لي تفضل أنا في قصة في قصة خديجة مثلا لما قال إذا كانت خديجة تتشك في هذه الدعوة لما أنفقت هذا المال أنا عندي نظرة مختلفة تماما على خديجة أراها أنه زوجها مريض وهي كانت تحب بطريقة أخرى زوجها كانت تعاطف عليه أخرجته من وضعية صعبة شخص في عمره 25 سنة حبيبي جان تمس معك لا آسف أنا عم بحكي مع متصل أنه كان في وضعية صعبة شاب في 25 سنة في جزيرة العرب لم يتزوج أصلا لكن في نفسه في العمر عندهم أولاد وعندهم أزواج أخذته وهو عائل كما في القرآن إلى آخره إذن كان فيه عطف من هذه المرأة لهذا الرجل وبالنسبة لها كان طريقة أنه لا ينتحر زوجها لأنه عندنا أحاديث صحيح البخاري أنه محمد حاول انتحار مرتين على الأقل إذن لم وصلت أن تعطيه المال ووصلت أن تأويه أنها دليل أنها آمدت حقا دليل لا يكفي بالنسبة لي وقصة الوحي وقصة جبريل غريبة جدا لأنه في الرواية في حداتها فيه ذكر لجبريل على لسان الراوي الذي يحكي القصة لكن في نفس الوقت إذا كانوا عارفين أنه جبريل لماذا تعمل التست هذا لتعرف إذا كان ملاك أو شيطان جبريل ملاك وهذا معروف خاصة أنها من أسرة فيها تأثير مسيحي وعندهم علم ودراية بهذا الأمور إذن لا أنا أظن أن محمد في الأول لم يكن يعرف أنه جبريل أصلا وأنه كان له تخيلات وكانت هي تريد فقط إقناع زوجها وتنزع الهول عليه بطريقة أو أخرى ونجحت في ذلك نجحت في ذلك وأوته لمدة سنين وتركته في دعوته وشجعته كما استطاعت إلى أن ماتت ولما ماتت انفجر محمد طيب أنا في معنى اتصال من الأخ حكمت أخي حكمت أريد ترد علينا بالاتصال يا مرحبا بمفسرنا الأخ حكمت أتمنت طيب الأخ حكمت ما أنا تفضل أخي حكمت منفسر القرآن بن كثير أبا الحكم أبا الحكم آسف مرحبا حكمت مرحبا حكمت أمسي على الجميع ياريت علي صوتك أبا الحكم صوتي مسمع على وقت علي أكتر تفضل أمسي على أخوة ليو والأخ تحسين وحبيت أسأل الأخ تحسين عن يحكيني عن لما نزل الوحي على محمد لما يجال الملك جبريل لما يجال قال إقرأ زين ليش الملك ما قال لأنت نبي ولما رأى عند خديجة هي اللي قالت لأنت نبي يعني هل إنه الله يدس جبريل حتى بس يعني يخوفه وعندين تيجي خريجة تقول له ليش هو الملك الله دازة يعني حتى يخبر النبي إنه مباشي اسمها إنه هو نبي الأمة ليش ما فطن على هذا الشي واعتقد إنه مجنون إلا لما خديجة قالت لهذا الشي طيب في سؤال تاني طيب خلينا نسمع للأخرة تحسين أخي تحسين اسمعت السؤال نعم فضل فضل جاور لا لا هو إنه هذه كانت إرهاصات الوحي يعني إنها كانت بدايات الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم ونزول إقرأ إقرأ لشماء ربك الذي خلق إلى آخر الآية سورة العلق لست فقط هذه الآيات إنما آيات طويلة وحيت للنصر للأسلام لذلك اليوم نعم هو كان الوحي ولكن السيدة خديجة رضوان الله عليها بما لديها من دراية بأموري وشؤون النبوة بشرته وقالت له إنه هذا الوحي كما أكد له أيضا نوفا لابن ورقة وهو كان متنصر لا السؤال السؤال ليش بس السؤال ولكن في المناسبات تحسين بس السؤال السؤال ليش جبريل ما قال له أنت نبي ليش ما قال له أنت نبي لا محمد لا هو عندما تلا عليه عندما تلا عليه هذه الآية عندما تلا عليه هذه الآية هي كانت هذه بمثابة الوحي وتم وليس في هذه المرة نزل إنما نزل بمرات كثيرة على نبي صلى الله عليه وسلم القرآن نزل خلال هذا في 20 سنة حتى في بداية النبوة صلى الله عليه وسلم ليس فقط جبريل أوحى له هذه الآية وإنما نزل عليه وأوحى إليه آيات مكية كثيرة في صدر الدعوة وأثبت له رسول الله جواب اللي بتوقعه والأخ حكمت بصراحة يعني هو كان واضح وصريح و بوقت اللي نزل أول ما نزل قال له اقرأ ليش ما قال له انت نبي يا محمد يعني شو السرع والله ما أعرف ليش آه بالضبط هذا هذا وصل بالفكرة طيب أخي حكمت في عندك أي تعقيد عم بيقول الأخ أنا لا أعرف لماذا ما قال له أنه انت نبي طبعا أنا سمعت باليوتيوب شوية من الجواب من أندر هو يعني أولا ما تذكر الصورة مع العلم الصورة قصيرة جدا يعني اقرأ دوء ما ربك الذي خلق خلق الانسان من علم لما رأى عند جسم زمل ومزمل لا تحاول أن تحسين هو لا يسمعك الأخ حكمت لا يسمعك تحسين لا هو يقول أنه لا يحفظ الآية كيف طيب هو لا يسمعك أنا ما أسمع تفضل هذه كانت أول أول آية نزت على محمد مفروضش يعني ينبه يقول أنت مو يجي يم خديجة يقول أنا مجنون وأنا كاهن وأنا صلصان محمد لا يمشي بحواك يعني محمد أنت تعلم محمد مرا الملك تجي يتبلغ بعدين القصة الثانية بس يتعقب عليها الكلام اللي قال هو تحسين صحيح أنه كان عبد الله بن أبي السرح لما ذكر الآية قال حج عن خلق الجنين آخر شي قال تبارك الله حسن خلقي أنا أريد أعرف يا لحظة جبرين نزل أي كلام محمد هو نفس اللحظة نطق قال قال اكتبها فهي نزلت هكذا يعني يوحى إليه يعني إذا أوحي إليه عن طريق حد الله ولا شلون كانت أي يعني طيب على على كل شكرا كتير أخي حكمة شكرا كتير ليس ما بعرف تحسين عندك أي تعقيب أي رجل لا أنا ما عدي تعقيب شوية صار الساعة متأخرة 12 ونص الليل بس تعقيب بسيط تعقيب بسيط أن الله سبحانه وتعالى نحن كمسلمين نعتقد أنه لا يعصى عليه شيء يعني ممكن أنه يعني هو الذي يأتي بعشب القيس قبل أن يرتد إليه طرفها يعني غير في عقيدتنا نحن كمسلمين يعني لا تؤمن بهذه لا يستطيع أن يوحي لمحمد صلى الله وآله سلم ثلاث كلمات في ثواني وهذا اللي أدى أقول يعني طيب بالعلم أثبت أن قياس السنين الضوئية وأن الصوت يقطع كذا 300 ألف كيلو في الثانية أشكرك أشكرك أخوي تحسين ليس إذا في عندك كلمة لا بصراحة طومنا نحن نعم تمام أنا فقط عندي عندي ممكن تعليق لا يفعله الكثيرين عندي سؤال تكلمت على بداية الواحي وصورة المزمل من أوائل الصور كان نزلت صورة واحدة فقط أجزاء من الصورة الأولى ويقول له يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة نصفه أو أنقس منه قليلة أو زد عليه ورتل القرآن ترتيله فكر أخي المسلم أي قرآن يرتله فيه الأقل صورة واحدة يأخذ نصف الليل كله ويرتل نفس الصورة غريب صراحة غريب أنا أقول كلمة فقط فقط للختام أنا أشكر الأخ تحسين للمناطق وأشجع أي مسلم أن يتقدم ويتكلم معنا نعطيه المجال نفسح له الكلام نفكر سواه ويعطينا نظرته في هذا الدين أنا أتشرفت بمعرفته وبالنقاش معه وبالتبادل معه وأشكر المشاهدين أشكرك أنت جان وأتمنى أنه كلنا خطوة خطوة نتنور الكل ونمضي لزمن أفضل بكل تأكيد أخي ليس شكرا لك تحسين طبعا أنا حصلي الشرف أن حكيت معك وأشكرك على شجاعتك أشكرك على شجاعتك أنك طلبت المناظرة وأنا أشجع كل أخوتنا المسلمين يعني خصوصا لشاطرين بالشتائم أنه يا جماعة وقفونا شتائم وتعون ناظروا مثل ما فعل الأخ تحسين يعني أظن الأخ تحسين راح وما أخذ الفرصة الأخيرة الكلمة الأخيرة أنا بشكركم أصدقائي طبعا بكرة رح يكون رح تكون معنا حلقة مع أخت شاي الساعة أربعة ونصب توقيت وندن عن مملكة الظلامة وتصدير الإرهاب والساعة ثمانة رح هيكون حوار مفتوح حول العهد العمرية وأظن الأخ ليس رح يكون معنا طبعا يا لي تكونوا معنا وأنا بشكركم كتير أصدقائي وأشوفكم بكرة إلى اللقاء إلى اللقاء شكرا ليس شكرا شكرا حبيب شكرا شكرا إلى اللقاء أصدقائي شكرا Capital شكرا